قال لي الحق الحق يتروي صاير الرجال دخل العبارة الحق عليه قبل ما ينحاش يبغى يطمر من العمارة اللي هو فيها للعمارة الثانية سلام عليكم نساء الخير يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين ان شاء الله لا يا جماعة الخير الشي اللي سويتو اقسم بالله العظيم شي جبار والله يسعدكم وين ما رحتو سامش السالف ويصاير راعلمكم يا جماعة الخير دلتكم يا جماعة الخير اضغطوا على زر لايك عشان اللايك يحمسني ولكن وين صار يا جماعة الخير والله اني على ما اقوله شهيد المقطع اللي فات يا جماعات الخير عدد اللايكات مرة جبار مو مو انا اللي اقولها لا لا يوتيوب يا جماعة الخير مرسل اشعار يقول فيها ان عدد اللايكات والمشتركين واللي كاتبين كومنتات بالنسبة لعدد المشاهدات اللي جبتها يعتبر عدد اكبر من العادة والشي هذا اللي سويتوه مستحيل يخليني اتخاذ الله قلت في اليوم الثاني على طول لازم أبدأ أسجل القصة الثانية والقصة هذه كنت متحمس لها بشكل كبير مرة قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي عزيز المتابع أسأل الله العظيم إنه يسخر لك ملائكة في السماء وجنودا في الأرض يا الله يا رب القلوب القاسية والعباد العاصية والجبال الراسية إنه يسخر لك من حيث لا تعلم والله العظيم إن كلامكم وضغطكم على زر اللايك أو الاشتراك إنه حمسني إني أرجع بطاقة أكبر وأكبر في مقطع اليوم يا جماعة الخير قصة وأستحي إني أقولها بشكل مستمر ولكن والله العظيم الرتم القصة هذه من الرتم الثقيل مرة قصة عايدي في يوم من الأيام تشوفها في أحد الأفلام قصة تعلمك إن إحنا في أمن وأمان ويلا خلنبدأ في قصة اليوم مثل ما أنتو عارفين يا جماعة الخير القصص دايما تحكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون قصة اليوم ترجع لشخص اسمه فايز يقول فايز يا جماعة الخير القصة هذه بدت معي في ثاني متوسط ولكن قبل ما أحكي لكم القصة خلوني أعلمكم حياة عائلتنا كيف كانت يقول عائلتنا مكونة من أب وأم وأنا يا فايز وعندي أخو أصغر مني وكنا برضو ساكنين يا جماعة الخير في منطقة والمنطقة هذه باردة مرة سواء في الصيف يكون الجو فيها معتدل وكويس وفي الشتاء يا جماعة الخير الجو يكون فيها أمطار وسحب وبرضو القصة هذه بدايتها صارت معي في عز الشتاء الموم يا جماعة الخير يقول فايز كنت في صف الثاني متوسط يقول معروف وهذا شي متعارف عند الكل يا جماعة الخير أن كل شخص يحاول يدرس عند أقرب مدرسة قريبة من عنده أو قريبة من بيتها يقول كانت أقرب مدرسة لنا تبعد ما يقارب 22 إلى 21 دقيقة يقول وكان مكان المدرسة يجي مع الناس اللي يجوهم من شمال المدينة أو شرقها يقول برضو كان معروف عن هذه المدرسة أنها يا جماعة الخير ممكن أكبر مدرسة فيها فصول داخل منطقتهم يقول درجة الفصل الواحد في ما يقارب 40 طالب وولا متوسط عندنا ما يقارب في أول متوسط ستة فصول يا جماعة الخير يقول وقص عليها والمم جماعة الخير وقوسوا عليها ثاني متوسط وثالث متوسط يقول فايزة جماعة الخير في يوم من الأيام في صف الثاني متوسط يقول زي أي يوم كنت رايح للمدرسة ودخلت المدرستي وخلصت الطبور والصباحي ورحت على طول للفصل حق المم دخلت الفصل وجلست ومرت الحصة الأولى الحصة الثانية وبعده جماعة الخير الشي المعتاد أنه راح تكون الفصحة الأولى بعد الحصة الثانية مباشرة يقول خلصنا الفوسحة وكلت من المقصف اللي موجود عندنا في المدرسة ورجعت للفصل يقول حصة ثالثة في مادة انا ما كنت احبها ابت واللي هي مادة العلوم جاء المدرس جاء بيشرح والصدق المدرس ما كنت اتقبله بشكل كبير افقلت له يا استاذ حايد اطلع لدورة المياه وهذا طبعا العذر المعتاد عند اي طالب قال للأستاذ ابت تفضل يا فايز رح لدورة المياه ورحت لدورة المياه عندنا دورة مياه قريبة من فصلنا ولكن يا جماعة الخير والله يكرمكم كانت ريحتها مخيصة مرة والصدق ما اقدرت اتحمل الريحة اللي طالعة من الحمام والصدق يا جماعة الخير انا ما احب اشم اي ريحة سيئة يقول اطلع من دورة المياه ذي حقتنا واروح لدورة المياه حق الثالث متوسط يقول المهم اول ما ادخلت لدورة المياه يقول الا شميت ريحة دخان يتمليه قاعد يدخن هنا من هذا يقول وادخل مع دورة المياه يقول وناظر الباب الاول ما في حد قولوا روح الباب الثاني والباب الثالث يقول الباب الرابع كانت دورة المياه هذه مخصصة لمن؟ مخصصة للناس اللي عندهم الاحتياجات الخاصة يقول تكون دورة المياه دايما تكون كبيرة شوي وسيعة ومهيئة انها تدخل العربيات حقتهم جوه للحمام يقول والريحة فاقعة من ذاك الباب والباب مقفل طبعا يقول فايز كيف كنت تعرف ان الباب مقفل؟ يقول في شعار برا اخضر واحمر اذا صار محطوط احمر معناها الباب مقفل وفي واحد جوه الحمام يقول طبعا قبال باب الحمام فيه مراية طويلة قدام المغاسل يقول قاعد تغسل يدي وقلت في نفسي ممكن فيه طالب جوه قاعد يدخن والله يهديه ممكن طالب برضو ممكن الفراش حق المدرسة يقول وانا قاعد اغسل يدي اصلا الباب حق الحمام نفسه الله يكرمكم يقول يعني فارغ من تحت بشكل كبير شوي يعني مفرخ يقول وقاعد اناظر في المراية يقول وانا قاعد اناظر يقول لا اناظر الرجول اشخاص موجودين جوه الحمام مو شخص واحد يقول ما يقارب ثلاثة او اربع اشخاص داخلين جوه هذا الحمام وقاعدين يدخنون يقول مهم غسلت يدي وغسلت وجهي قلت خلني ادخل دورة المياه الله يكرمكم اقضي حاجتي واطلع يقول دخلت دورة المياه اقضيت حاجتي وبعد ارجعت المغسلة يقول انا اصلا رايح اضيع وقت يقول في الوقت اللي قاعد اضيع فيه وقت وانا داخل دورة المياه يقول فجأة اللي ينفتح الباب شوي شوي يقول اسمع كذا فتحت الباب شوي شوي قاعدة تنفتح يقول مهم ترق ويندف الباب ويطلعون من ذاك الحمام ما يقارب اربع طلاب يقول اول ما اطلعوا الاربع طلاب وشافوني صاروا ينظرون فيني وجه بوجه وانا ناظر فيهم يقول ناظروا فيني وكانت في نظراتهم شوي من الكبر وشوي من الاستغراب ما تدري وش كان وضعهم بالضبط يقول مهم اطلعوا من دورة المياه وروحوا فصولهم يقول بعد انا اطلعت رح تمشيت شوي في الساحة بعدها رجعت الاجماعة الخير الفصلي يقولوا ما ادخلت الفصل للاستاذ يناظرني قال لي فائز كل هذا في الحمام لك ما يقارب 13 او 14 دقيقة وانا حاسبها لك سلامات فيك شي قلت لا والله يا استاذ كان بطني واجعني والحمدلالله لامور زينة قال لي عما تبغى تروح الوكيل للمرشد شي قلت لا والله يا استاذ محتاج قال لي يلا زين والله يكون في عون يقوم جلست في الفصل ومرت الحصص لين الحصة السادسة الحصة السادسة يكون فيها اقامة صلاة الظهر يقول نادى المنادي نحنى نجتمع ونصلي صلاة الظهر سوى يقول بعد ما خلصنا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول الا مدير المدرسة وقف قدام عند مكان الامام مسك المايكروفون حق نفس الامام اللي يصلي فينا الظهر وسلم السلام المعتاد لأي مدير في المدرسة السلام عليكم اهلنا يا طلاب كيف حالكم طيبين الان راح اقول اسماء طلاب وبغاهم يجونني الان في المكان هذا وقفوا خلوكم فيماكنكم لين نخلص منهم شالسالف يعني ممكن يبغى يكرموا الطلاب دولي اكيد في شي وانتظرت يقول وقعدت كذا وتربعت وقعدت تتفرج واناظرف خوية قلت لي وقعدت شل وضع شالسالفة لا والله مادري يقول لحظات اللي صار ينادي بالاسماء الفلان الفلاني والفلان الفلاني يقول المهم الا اشوف الطلاب اللي قاعد يناديهم قاموا ورحولة يعني ولكن ما كنت مركز عليهم بشكل كبير يقول لحظات اللي اناظرف وجيههم اقول وف هذول اللي كانوا في الحمام يدخنون يتشكل المدير كشفهم ويويلهم يقول فايز الا المدير صدق قال ان هذول الطلاب كانوا يدخنون داخل المدرسة وانحنا قدرنا ينكشفهم وراح نتخذ معهم الاجراءات اللازمة المهم قام وجاب كرسي يا جماعة الخير وحطه وجلس الطالب الاول وجاب العصى وقال له يلا ارفع رجلك ويصير يا جماعة الخير يضربه في رجله طراخ 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 يقول طقه لين الولد حرفيا وجه حمر يقول يمر على الطالب الثاني ويمر على الطالب الثالث يقول لين وصل للطالب الرابع وطقه بعدين قال يلا قوموا كلكم روحوا لبيوتكم والله يستر عليكم يقول فايز انا قمت خذت شنطتي بطلع برا لين يجي ابوي يمرني بسيارته يقول في انتظرت برا انتظر سيارة ابوي وصير اراقبها بين السيارات وين او شفي ما جاء يقول لحظات اللي سيارة ابوي واقفة واركب معاه واروح لبيتنا وهنا انتهى يومي الدراسي في اليوم الثاني الروتين المعتاد وارجعي جماعة الخير للمدرسة من جديد عشان اكمل الدراسة في اليوم الثاني ولكن الحدث هذا صار معي جماعة الخير في الفصحة الثانية يقول جوني ثلاث طلاب من الاربع طلاب ذوليك اللي كانوا يدخنون وانطقوا يقول جاني واحد كيه ودفني مع كتفي قال لي انت اسم كفايز قلت لقيه قال طيب اذا ما وريتك وعدك تطلع هاليوم والله لأجل دك لين تعضوا الارض قلت لليه انا وش مسوي لك وليه تبغى تطقني وش السالفة قال مسوي نفسك مجنون وعدنا فتطلع هاليوم اذا ما علمتك الادب ما كون انا فلان قلت للي يا ابن الحلال والله ما لي دخل ترك فاهم الموضوع غلط بعدها اذكرت انهم صدق امس وانطقوا بسبب الدخان قلت للي اذا تعتقد اني انا اللي معلم عليك المدير ترى والله مبنى وبعدين انا اش دخلني فيكم ولا اعرفكم ولا اعرف اساميكم في كيف تبغاني اثبت انه انت واصلا اللي كنتوا قاعدين يدخنون صدق انا شفتكم ولكن يعني مو ذا الدرجة يعني اروح علم المدير يقول لقال لي خوية قال اقول لا تصرف بس وعدك اطلع يا رخمة يقول فايز انا قلت في نفسي الله يكون فعوني ويا رب انهم ينسون هذا الموضوع وتمر حربيا بسلام يقول مهم دخلنا ورجعنا لفصولنا وانا كنت مرتبك بشكل كبير مرة يقول خلصت الحصة الخامسة الحصة السادسة خلاص جت اطلعة يقول واطلع يا جماعة الخير ومعاي شنطتي الا عند الباب الكبير دبل ما اوصل الباب الا هم في وجهي يقول يمسكني الاول ويخنقني يقول والشخص الثاني يصير يصطرني كاف والثالث يصطرني كاف يقول وصاروا يضربون فيه ضرب مطبيح يقول الشخص الرابع كان شخص عدواني بشكل كبير مرة يقول كان قاعد يبقس في وجهي تبقيسات وغير طبيعية يقول يبقسني واحدة يبقسني الثانية الثالثة الرابعة يقول بديت اشوف الدنيا الدور وبديت احس اني ماني مركز بس ماني مركز الا في يدي وهي ماسكة نفس التشيرت اللي هو لابسة يقول وحس كذا وجهي قاعد يهتز من الضربات يقول المهم الرجال هذا طقني طق غير طبيعي غير طق هذا تلمني خوية وخوية ماسكني ويقوم الرجال هذا اللي اقول عنكم انه عدواني راح جابه جمعة الخير عجرة او حديدة يبغي يضربني فيها اللي خوية يقول هاي مبارك مبارك روق لا يجي الرجال شيء يلا انا علم حركات المبزرة اللي قاعد يسويها يقول لحظات ما عدت مالكت نفسي دخت وطحت يقول طحت ويدي على تحت وجسمي منظم على نفسه يقول كنت قاعد اناظر فيهم ولكن قاعد احس بي دوار غريب مرة شعور قاعد احس بي شعور غير طبيعي احس ان الدنيا دارت بي وانروحي راح تطلع الان يقول لحظات الا جاء جمعة الخير وانا طايح وقاعد اناظر فيهم كذا بعين جاء طالب من المدرسة وصار يدفتف في الطلاب ويسويته فيه خبلان انتو يقول صار يدفتف بينهم وصدق يقول اخر شي سمعت من هذا الشخص اللي جاني حسبي الله عليكم لا يكون الرجال مات يقول انخم علي لحظات الا انا في المستشفى وما اقدر اتحرك وما ادري وش الشي اللي صار لي وعقلي احسه ماهو متوازنة حس كذا بنفس الرجة في عيوني وحس باضطراب غريب داخل راسي وحس بالام يعني مو بطبيعية يقول من الدكتور قال لي الحمدل على السلامة قمت امورك زينة حاول يعني تعكز على نفسك كذا وتقوم بشكل افضل ويمسكني الدكتور كذا ويساعدني ويقعدني على الكرسي لحظات اللي اخوي وامي وابوي جو سلاماتش فيك يا فايل صاير قلت له والله يا يبه في ناس طقوني في المدرسة يلطقوك بيش يلطقوني بيديهم في واحد جاب حديده وطقني في راسي يقول للمهم الدكتور حرصا مننا قاموا شيع راسي او سوى اشعة يا جماعة الخير للراسي عشان يعرف الراسي سليم او لا شيع الامور وكل شي قال ترى ولدكم امورها زينة وبنلف على راسه بس على بعض الجروح والكدمات اللي موجودة عليه ولكن راح يريح الام من المدرسة ابو خمسة ايام ستة ايام ما راح يقدر يداول بالافضل انه يرتاح وياخذ المسكنات اللي راح نعطيها اياه كان لابوي خلاص زين ويقول وابوي ياخذني ونطلع من المستشفى واركب في سيارة ابوي انا وامي واخو الا قال لي ابوي فايس باذن الله حقك ما راح يضيح ولا يضيق صدرك يا ولدي يقول الان بس فكر بحالتك وحاول انك تتعالج بشكل سرير يقول موم سكت وانا قاعد اناظر ابوي وانا دايخ الموم راحنا للبيت يا جماعة الخير وهلي مسوين كذا غدا بسيط تغدينا وجيت الساعة على سبعة وثمانة الليل صدق بيني وبينكم جاني النوم وودي انام بشكل فضيع مرة احسني مجهد بشكل غير طبيعي يقول رحت انسدحت على سريري وكذا وجلست يقول وحس بدوخة مبطبيعية يعني وحس حالتي ما هي حالة متماسكة يقول جلست كذا بربع ساعة وحس راسي يدور مرة يقول الا انفتح باب غرفتي الا هي امي قالت لي فايز ولدي وش تحس فيه قلت له والله يا امه ما حس بشي بس حس اني تعبان لات لا ركز زين لات انت تحس بدوخة حس انك ما انت مركز قلت له ايه والله يا امه قلت له اسمع امي تقول ابو فايز وتنادي ابوي وتزاعق ابو فايز تعال بسرعة قلت له ولد شه السالفة شفيس يا امه تأكيد ان فيك نزيف داخلي وكيد انه ما اكتشفوه اللي ابوي يدخل الغرفة قلت له ابو فايز خذ فايز الان وطرب المستشفى الولد وضع مبطبيعي واتوقع فيه نزيف داخلي يقول صدق اللي ابوي يشيلني وياخذني بالسيارة ونرجع المستشفى من جديد يقول طبعا الدكتور اللي كان موجود في الظهر ما هو نفس الدكتور اللي موجوده الان دكتور ثاني مختلف نهائيا اللي شافني الدكتور قال عطوني حالته ويعطيه كل شي ويطلع التقارير قال احتاج الان تسوولي اشعة ثانية ورحوا سوولي اشعة ثانية يا جماعة الخير قالوا ايه نعم الرجال فيه نزيف داخلي دخلوا الان غرفة العمليات ابو فايز رح وقع على ورقة العملية الان ولدك لازم يخضع العملية الان لو ما سوى العملية هذه ممكن يموت يقول له شوف ابوي ينطلق ويروح الاستقبال عشان يعبي الورقة حق العملية يقوم خذوني بالسرير ودخلوني على غرفة العمليات يقول حطوا الكبس وخدروني كذا التخدير بسرعة يقول لذق وشيف رجلي ما ادري وشه يقول بعدها اختفت الدنيا علي وحسيت انها كأنها وعلى غمضت وفتحت عيني يقول له فتحت عيني اناظر كذا يمين اللي انا في غرفة بيضة ما في احد جنبي يقول اعتقدت اني صدق مت واعتقدت ان الان روحي اطلعت من محلها يقول اناظر يمين ما في احد واناظر يسار والنور قوي قلت لنفسي شكلك يا فايز مت وانتقلت الى رحمة الله يقول لحظات ويندف في الباب الى ويدخل الدكتور قال لي فايز ويأشر كذا من فوق فايز 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 تسمعني ونظرت فيه كذا قلت لكذا براسة ايه اسمعك ولكن ما اقدر اتكلم شوي للدكتور يقول الحمدلله على السلامة خلاص طلعوا طلعوا من غرفة الاستفاقة الان ودخلوا الغرفة اللي يكون فيها مرتاح اظن الغرفة اللي كنت انا فيها والنور فيها ابيض كانت غرفة الاستفاقة يقول ياخذوني من جديد وما تسمعوني اللي صوت تاقطقت الكفرات على البلاط طاق 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 لين وصلوني الغرفة وكانت الغرفة اهدى كنور يعني يقول دخلوني وحطوني على السرير وصاروا يشبقون فيني المغذي ولولا لا تتحرك ولا تسوي شيء يقول ما كنت اقدر اتكلم وهزيت كذا عيوني وراسي بعدين قال لي الدكتور الحمدلله عمليةك بسلام وقدرنا نلحق عليك وامورك ممتازة يا فايز يلا يا بطل شد حيلك نبغاك ترجع تدرس ونبغاك تجيب شهادات التفوق يقول صرت اتكلم معاك كذا واحس اني وانا قاعد اتكلم الله يكرمكم احس ثمي ماي لشوي قلمهم لحظات جماعة الخير لأبوي وامي دخلوا افتحت عيني لاناظر امي وابوي الحمدلله فايز امي تحط يدها على رجلي ها كيف حالك فايز طيب ان شاء الله الحمدلله يولدي امورك زينة والحمدلله ان الحقنا عليك واسبع امي تقول احساس الام احساس الام دائما ما يخيب كنت حاسا وضعك مبطبيعي يقول لحظات بديت استرجع قواي و بديت اركز قلت الله انا امس انضربت واليوم سوي عملية يا الله ويصاير الابوي راضر فيني قال لي فايز طرلك يومين في المستشفى والحمدلله امورك زينة قلت يومين قال يومين يا وليدي في المستشفى ولكن الحمدلله قعد تسترجع طاقتك يقول يتمر يقول من مرت ساعات بعد ما مرت 8 ساعات كذا اللي الدكتور قال لي تعالي لازم تمشي على رجولك شوية عشان تتحرك والدم يمشي معاك صرت تتحرك جمعة الخير ومر لي اول ثلاث ايام في المستشفى خلصتها اقول بعدها طلعت ورجعت البيتنا وعطوني المستشفى اجازة شهر كامل من المدرسة المومة جمعة الخير ومرت الايام لين استجمعت طاقتي وحسني رجعت العافية من جديد ومر حرفيا على جلستي في البيت ما يقارب اسبوعين جاني يا ابوي في ذاك اليوم قال لي فايز كيف حالك طيب نبغى نطلع انا اياك الان للشرطة نبلغ على الناس اللي اعتدوا عليك ونخليهم ياخذون حقي نظرت في ابوي قلت ريالله الان نروح يقول واركب الموتر مع ابوي نتوجه لقسم الشرطة وندخل على الشرطة وابوي يصير يقول للسالفة كامل لان ولدي تعرضوا للطق داخل المدرسة وطقوا طق حرفيا غير طبيعي لدرجة جاء نزيف وتنوم في المستشفى وابغاكم تحسبون الناس اللي يسووا هذه الاشياء يقول العسكي يناظر فينا قال السالفة هذه صايرة في متوسطة عندنا هذول اعمارهم صغار مو لذا الدرجة ذي يعني فيهم الوحشية هذه والابوي يقول له يا ابن الحلال انا جاي اشتكي لك من فراغ اقول لك عندي كل الاثباتات انهم طقين ولدي وبعدين واذا كانوا صغار والصغار ما تطلع منهم مشاكل اكبر المشاكل الموجودة في العالم بادية من صغيرة قال العسكري ابشر ابشر وما يصير خاطرك لطي نطلع الان ونتوجه للمدرسة ونكلم فيها مدير المدرسة وصدق جماعة خير طلعنا مع العسكري وصلنا عند باب المدرسة اوه بسيارته واحنا بسيارتنا ونزل عند المدير ونقول للمدير قال المدير ابت هذه اجراءاتكم ولكم الحق انكم تسوون كل شي المهم استدعوا الطلاب الا الطلاب يقول فايز كانوا واقفين وفوجي والعسكري على طول مباشرتها ما سألهم على طول قال لهم اسمعوا انتو طاقين الطالب ده صح العسكري على طول يا جماعة خير ما سألهم ولا استشارهم ولا شي قال يلا امشوا معاي باوديكم القسم ونخلي اولياء اموركم يجوننا في القسم احنا ما سوينا شي ومدري ايش قال لا لا امشي مش بعدين تعرفون كل شي رقين الرجال لدرجة انه جاه نزيف داخلي انا اعلمكم كيف يقولون ياخذهم العسكري وركبهم سيارة الشرطة يوديهم القسم الشرطة المملأ قال العسكري لابوي يلا همش معنا برضو انت يا ابو فايز للقسم عشان نكتب كل شي وتقابل اولياء امورهم يقول اجتمعوا الاربع طلاب لحظات اللي محضرين اولياء امورهم والصاير وش السالفا وش صاير يا ابن الحلال الا العسكري قال لهم اسمعوا عيالكم بقين الرجال هذا لين جاه نزيف داخلي وكل التقارير المسجلة في المستشفى ترى يقدر الان ينحيلهم على طول مباشرة للاحداث تشيلهم الا احد الابا قال يا رجال استهدوا بالله وش احداث وما ادري ايش الاشياء اللي سووه عيالكم هذه جريمة يحسب فيها القانون والجريمة اللي سووها وارتكبوها جريمة ممكن تسبب الى الشروع في القتل جريمة خطيرة مرة الابوي ناظر فيني يقول لي ها فايز ماذا تريد نسوي معهم قلت له والله هيبه ما ادري ايش راح نسوي معهم ولكن بعد ابغانهم يتعرضوني مرة ثانية ان شاء الله انصحتي بتزين الا الضابط والعسكري قال طيب اسمعي يا فايز اوهم طقوق صح ولا لا وش رايك الان اوقعهم تعهدات لو احد اعترضك منهم تنفتح سجل القضية من جديد قلت له خلاص انا راضي يقول فايز والله ماكن تبغى المشاكل ولا ابغاها تكبر ولا ابغا المشاكل هذي تمشي معي للمستقبل عشان كذا حولت انيها بدري وقفل على الموضوع من بدري المهم اللي صديقوا في بابة جمعة خير يكتبهم اوراق تعهدات ويخلص منهم وكل واحد مشوا وراح لبيته اللي ابوي ناظر فيني كذا بكل فخر وقال لي والله يا فايز انك بطل وزين انك سامحتهم الشيء هذا الحمد لله انها نهاها بسلام يقول للمهم طلعنا من قسم الشرطة وروحنا بيثنا يقولوا هذي كانت اعظم مشكلة مرت عليه في المتوسطة في الفنون القتالية قلتنا يبقى من هو والد جارنا اللي تقصده كان الثامر اللي ساكن جنبنا طبعا جمعات خير لازم تعرفون اسلوب السكن اللي ساكنين فيه حنة يقول عمارة مكونة من دورين والدور الثالث عبارة عن سطح يقول احنا ساكنين في الدور الثاني وجنبنا ابو ثامر ساكن برضو في الشقة اللي جنبنا يقول والدور حقنا ما فيه الا الشقتين حقتنا يقول الشقة بسيطة مرة قلتنا خلاص ايبا تبغى تسجلني معاه قال ايه قالي نعم ابغاك تروح تسجل معاه في الصالة اللي موجودة عندنا هنا قريبة ابغاك تتعلم التكويندو او الكاراتيه اختاروا اللي تبغون يقوم رحت الثامر وقلت لان ابو يكلمني قال ان ثامر يبغى يسجل في التكويندو او الكاراتيه في الصالة القريبة عندنا قال خلاص انا معاك ولا بسجل ويلا خلنت مرن سوا يقول فايز اجمعت خير صرت اروح انا وثامر للصالة اجمعت خير عشان نسجل فيها وصرنا ان نتمرن بشكل يومي صالة لين يا جماعة الخير خلصت الصف الثالث متوسط وبيني بينكم كان مستوانة والله مستومت هذا وبرضو يا جماعة الخير بنيت الجسم عند لعب التكويندو او لعب الكاراتيه تكون بنيتها اقوى من الشخص العادي يقول اطورت بنيتنا بشكل كبير لين دخلنا صف اولى ثانوي يقول في مرحلة الثانوية درست انا وثامر جارنا في نفس المدرسة المهم يا جماعة الخير مثل من انتو عارفين يا جماعة الخير اول يوم للشخص يكون في المدرسة يكون هو التوزيع والتوجه الى الفصول المخصصة لك المهم حطوني انا وثامر في فصل واحد ومرت الايام وحنا قاعدين ندرس في هذه الثانوية يقول في يوم الايام مريت لمكتب المرشد الطلابي المخصص في المدرسة الا اناظر فيها اقول يا ولد هذا الكبتن عبدالعزيز اللي دربنا داخل الصالة مستحيل هل هو مدرس معنا برضه في المدرسة وسلم عليه اهلا كبتن عبدالعزيز كيف حالك طيب قال لي هلو والله يا فايز مرحبا قال لي ما شاء الله انت معنا موجود هنا في المدرسة قلت لي نعم يا استاذ قال لي زين زين قال لي في نهاية السنة باذن الله رح تكون في بطولة والبطولة هذه مخصصة للكراتين ابغاك تشارك فيها انت وباذن الله انك تحقك فيها مركز كويس قلت لي استاذ البطولة وين فيه رح تكون في المدرسة ناظر فيني وقعد يضحك قال لا لا اكيد خارج المدرسة ولكن رح اضبطك يعني من ناحية خيابات اذا جيت تروح للبطولة هذه ولكن انت شد حيلك قلت لي ابشر يا استاذ وصدق يا جماعة الخير وتمر الأيام بين تدريب ودراسة وبيت وعلى هذه الحالة لين وصلنا الى نهاية السنة اللي يكلمني اللي هو المرشد الطلابي او المدرب الخاص فيني عبدالعزيز قال لي فايز الان مستواك ممتاز وتقدر تشارك في هذه البطولة قلت لي متأكد يا كابتن قال لي متأكد مستواك جاهز وانا شايف الخصوم اللي انت رح تتقاتل معهم انت افضل منهم بكثير افشد حيلك بس وجب البطولة هذه لنا قلت رأي بشي رياستاذ وصدق جاء اليوم الموعود اللي يحدد لي المدرب عبدالعزيز وقال لي يلا نطلع المكان المخصص والبطولة وجاب لي اللبس وجاب لي كل شي الموم بديت وشاركت في هذه البطولة البطولة جمعت خير عبارة عن فايتات بين شخص وشخص الموم فزت في هذه البطولة وجبت البطولة للكابتن عبدالعزيز قال للمدرب مبسوط بشكل كبير مني وصار يشجعني اني استمر في هذا المجال وانا في المرحلة الثانوية يقول فايز خلصت مرحلة أولى ثانوية وانتقلت للمرحلة الثانية ثانوية وانا في مرحلة تدريب ودراسة الموم بجمعت خير يقول فايز دق اليوم وانا طالع ورايح للفسحة يقول تقابلت مع شخص وجه بوجه نظر فيني وكذا وعطاني النظرات انه هو يعرفني نظر كذا وقرب قال لي انت فايز؟ قلت له مرحبا هلأ حياك يقول فايز انا اعتقدت في البداية قلت اكيد يعرفني ان يتوني فايز بطولة حق كراتين نظر فيني قال عرفتني زين قلت له لا والله ما عرفتك تاليه يمكن ما تتذكر قال تتذكر يوم طقوك الناس عند باب المدرسة فيه شخص جاءك وسلم عليك وقال لك خلى هلك يبحثونك تراهم طقينك على راسك يقول فايز اتذكرتها الان الشخص اللي في البداية ابعد الناس هذول اللي كان يضربوني يوم كنت في المرحلة المتوسطة يقول فايز قلت له مرحبا يا اخي من زمان كنت ادور عنك وينك تال اصلا انا طلعت من المدرسة هذيك من بعد ما صارت المشكلة حقتك ابوي شاف المشكلة وهو كان جالس في السيارة وقال لي يا عبدالله لازم تنقل الان وما راح اخليك تدرس في هذه المدرسة قلت له والله تشرفت فيك يا عبدالله وشكرا انك ساعدتني في ذاك اليوم وما قصرت معاي بعدين صار يقول لي عبدالله اي الان صرت عاد بطل كارتيه لو جو الان واعترضوك نفس قبل احسك راح تضرب فيهم ضرب مطبيعي يقول فايز صرت ناظر فيه وانا قاعد اضحك يترينت معنا في المدرسة ليه ما شفتك في السنة الاولى وليه مختفي قال انا توني ناقل هذه المدرسة ولكن زيني حصلتك لاني والله باقي ما تعرفت على اي احد داخل المدرسة صار عبدالله يروح معنا انا وثامر للفصحة ونرجع عنه اياهم للفصول ولكن عبدالله في فصل مختلف وانا في فصل مختلف بعدها وانا قاعد ادرس ممكن بعد ما مر شهر ونص شهر ونص جاني عبدالله يجمعة الخير في الحصة الخامسة كنت واني متقابل انا اياه في الفصحة ولكن جاني جمعة خير للفصل رق الباب وقال للاستاذ ابغى فايز شوي قال له واطلع لها قلت له هالو والله عبدالله وش فيك قال تكفى يا فايز قلت له وش فيك قال تكفى يا فايز فيه ناس ناوين يضربوني في الطلعة وابغاك تفزعلي اذا تقدر قلت له والله انتبشر لا مو انا بس اللي بفزعلك حتى ثامر خوية راح يفزع معانا قال لي تكفى اني طالبكم والله ذولي ما راح يخلوني قلت له عبدالله وش سبب المشكلة وليه صار هذا كله قال تخيل اني كنت مار بين احد الفصول نظرت فيك اذا وقال لي وش عندك انت تناظر وانا مناظر فيه يعني كذا نظرة عيدية قال لي تعال تعال يمسكني ويخنقني عند باب الفصل وكان المدرس مو موجود قال لي وعدك تطلعة والرجال هذا بيني وبينك فيه ملامح الاجرام كيثة خاص عبدالله لاتشيلهم وعدنا في الطلعة صل جنبي بس وانحنا الطلعين راح نطلع اسوه يقول فايز المهم يا جماعة الخير خلصت الحصة الخامسة والسادسة جت صلينا صلاة الظهر وعبدالله مصلي جنبي وعليه صاري ثامر قلت العبدالله انا بخلي شنطتي في الفصل ما نماخذها لان ما بغى اي شي عقني برا قال لي ابت سوي لي تبغى المهم خدت شنطتي وروح تحطيتها في الفصل يميني يا جماعة الخير لحد الان عبدالله ويصاري ثامر قلت الثامر شد حيلك فيه ناس نبغى نتضارب معهم قل لي ابت معاكم ونطلع يا جماعة الخير عند الباب الكبير المخصص للطلعة الا فيما يقارب ثلاثة شخاص ولا ومعهم عصيان يعني معهم ادوات يا جماعة الخير يقدرون يعطلوننا بشكل سريع يقول فايز يقول طلعت انا مشيت الحالي وقلت العبدالله خلك ورا شوي يقول انا طالع اللهم الثلاثة كذا في وجهي نظرت فيهم قلت اللي منكم رجال يجي يقابلني الان يقول ناظروني وقال اولي يا بوي لا تصدق نفسك مو عشانك فايز بطولة كراتية تحسب نفسك يعني انك قوي قلت له طيب حاول جرب جرب ادخل معاي يقول جاء الاول يبغى يضربني يقول سويت حركة سريعة كذا وخنقتها يقول اول ما خنقتها الا اضرب رجلة من تحت يقول واسحب على طول على الارض يقول حتها خبطتة على الارض كانت خبطة قوية يقول واخبطة على الارض الا اخوياها الثنين يبغون يضربونني شوي اللي اتدخل ثامر مسك واحد وانا امسك الشخص الثاني يقول ونصير نجلد فيهم جلد مو طبيعي يقول اصلا لعب الكراتية او التكويندو يتمنى يشوف مضاربة عشان يجرب امكانياتها برا لان كل التمارين اللي يتمرنها داخل الصالة يكون يتمرنها بشكل بسيط عشان ما يؤذي الشخص اللي قدامه يقول المم طبقنا كل التمارين اللي تمرناها حرفيا في صالة الكراتيه يقول ضرب بنا وطق منا لين داخلوا يقول قاموا من عندنا ونحاشوا اللي عبدالله يقول الله يعطيكم العافية وشكرا لكم ما دريت كيف ابتك من هذه المشكلة قلت لابد يا عبدالله لاتشي الهم والموضوع انحل ولكن ابغاك بكرة تروح المدير وتبلغه وتبلغ على الشي اللي صار لي قال لي يبشر المم يا جماعة الخير ورجعنا لبيتنا واليوم الثاني على طول للمدرسة بعد ما صحينا قبلت عبدالله في الفصحة الثانية وسألتها قلت لأ رحت المدير قال لا والله ما رحت قلت له وش تنتظر قال لا اي ممكن يهدون ممكن معدي يعترضوني على الشي اللي صار امس يقول فايز مسكت يد عبدالله قد تعال تعال وامسك اللين وصلت عند باب المدير وسلم على المدير السلام عليكم كيف حالك طيب يا استاذ في طلاب سووا كذا 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 ويعترضوا عبدالله امس عند المدرسة وحنا طقيناهم ممكن يعترضونا اليوم في اي لحظة يقول قال لي الاستاذ خلاص عطوني اسمائهم ويسجل اسمائهم ويستدعيهم ولكن يا جماعة الخير لاحظ اني بعد ما دخلت التكويندو او الكاراتيه صرت اقدر اتكلم مع اي شخص قدامي بثقة بدون ما خاف احسها شجعتني وعطتني الشجاعة بشكل كبير وصدق يا جماعة الخير اليوم الثاني المدير مستدعي الطلاب حرفيا ومحاسبهم على الشي اللي سووه وانتهت مشكلة عبدالله هنا يقول فايز مرت الايام وخلصت المرحلة الثانوية بالكامل وجاء حفل التخرج المخصص للثانوي واحتفلنا وكرمونا قدام اهلنا المومة جماعة الخير خلصنا المرحلة الثانوية بسلام وجتنا الاجازة الطويلة المخصصة للطلاب ربعا اي شخص يتخرج جماعة الخير من مرحلة الثانوية يصير يقدم على كل شي يقول ما بقعت مكان ما قدمت عليه يقول من كليات ومن جامعات وكل شي قدامي فتح التقديم قدمت عليه يقول المموحنا في الإجازة كانت إجازتنا ما يقارب أربع شهور يقول في الشهر الثاني من الإجازة وفي آخر الشهر يقول مشغل الموحي وحط الشامبو وقاعد أتروش وقاعد أتنظف عشان أتجاهز وأطلع يقول في اللحظة اللي أنا قاعد أتروش فيها يقول لأسمع مع الشباك حق الحمام صوت شي طاح مجسم طاح من فوق ولكن ما أدري وشه يقول على طول جبت الكرسي عرفتوا هذا الكراسي اللي دايما تكون في الحمام حق كبار السن يقول خطها وحطيتها عند الشباك وفتحت الشباك أبغى أطل يقول في اللحظة اللي أنا قاعد أطل فيها يقول إلا أحس فيه شخص قاعد أشوفه من فوق يقول قاعد أشوفه من هنا يعني توني بدنك راسي تحت عشان أشوف الشي اللي يطايح يقول لأكن حسيت بشعور غريب وهذا توقع الكل يحس فيه إنه بعض الأحيان يحس إن الشخص قاعد يناظر فيه يقول توني بطل إلا المحت ذلي فوقي يقول ورفعت راسي على طول فوق وناظر فيه إلا هو اختفى ودقك فيه زين إلا هو جارنا ثامر يا ولد ش السالفة وش فيه طايح وش الموضوع حالطول غسلت نفسي بسرعة كذا بالموية وخدت الفوط حقتي وطلعت من دورة المياه طبعا يا جماعة الخير ممكن فيه ناس بتسألني بتقولوا ساما وش هو المنور المنور يا جماعة الخير دايما المهندسين المعمريين وتوقع شغلة هذه قديمة مدني اللي هي موجودة لحد الآن أو لا يكون فيه نفس كذا مساحة 2 في 3 أو 2 في 2 مخصصة للتهوية يكون الشباك حق الحمام أو حق المطبخ مطلع على المنور هذا ويكون مفتح من فوق عشان يطلع السموم كلها فوق اللي قاعدة تطلع من المكان هذا يقول المهم لبست ملابسي وعلى طول طلعت من دورة المياه اللي أنا كنت فيها واطلع مباشرة واطق الباب على أبو ثامر وطاق طاق 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 أبو ثامر افتح افتح بتح الباب وقال لي خير وش فيه كفائز وش صاير قلت لأ الحق وولدك طايح في المنور شفته قبله شوي قال لي ولدي مين ثامر قلت لأ ثامر موجود جوا قلت لأ رح تأكد مستحيل أنا شايفة وصدق دخل جوا قال له والله ثامر مم موجود ونرقى يا جماعة الخير للسطح هلوني أعطيكم انطباع بسيط عن السطح يقول السطح حول ما تدخله يكون فيه باب ثاني ولكنه بدون باب يعني مهيئ أنه يكون باب ولكن ما حطينا فيه أي باب وفيه الحبل المخصص لنشر الملابس وجنب الحبل هذا حق النشر الملابس المنور اللي كنت أقول لكم أني شفت شخص كان يطل من فوق ولكن ما أدري هل اللي شفت أنا وهم أو شخص حقيقي بأحياني أنت أبني شيء وأقول أعوذ بالله ليكون ذالي بسم الله الرحمن الرحيم ليكون اللي من العالم الثاني أو من الجن بسكت عن الموضوع هذا وأبغى أشوف ثامر كيف طاح حصا من فوق المنور صدق ارتفاعها ما كان الارتفاع اللازم اللي يحمي أي شخص إنه ما يطل فيه لا كان ارتفاعها بسيط لأن العمارة اللي كنا سكنين فيها عمارة قديمة يعني فيه احتمالية إن ثامر يا جمعة الخير تلخبط أو جاء يبغى يطل وطاح من فوق ولكن قلت في نفسي وش السبب لي يخليه يطل أو يناظر جوه المنور هذا المهم اللي أبو ثامر تلخبطت أوراقه ويتصل على الإسعاف ويتصل على الدفاع المدني وينزلون داخل هذا المنور ويطلعون ثامر من جوه ارتفاع العمارة كان ما يقارب دورين يعني لو حسبناها من السطح ممكن يكون ثامر طاح مسافة ما يقارب 7 متر للأرض يعني ممكن يكون ثامر حي أو مين بالإحتمالية جائزة في كل الطرفين يقول فايز طالح أبو ثامر كذا متقروش وطلعوا لي في الحي وتجمعوا كل الناس بره اللي يسألني واحد من عمارة الناس اللي موجودين جنبنا قال لي فايز وش الموضوع وش صاير قلت له والله حصلت ثامر طايح من تحت قال لي كيف شفته قلت له والله كنت تروش فجأة اجتمعت شخص يطيح من فوق أو مجسم كذا طاح من فوق وفتحت الشباك أبغى طلع حصله تحت قال الله يكون في عونا وإن شاء الله أنه يقوم بالصحة والسلام ويكون ما فيه شيء المهم تجهلت الموضوع هذا أنا بسرعة ورحت علمت أبوي بالموضوع اللي صار وقلت له أنه صار كذا 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 قال ما راح أصل على أبو ثامر الآن خلى لين يشوف ولده وبإذن الله أنه يرجع بالصحة والسلام لين يخلص هذا الموضوع كله إن شاء الله راح نعرف إذا ثامر حي أو مي صديق يا جماعة الخير مرته الساعة الأولى الساعة الثانية الساعة الثالثة يا جماعة الخير قال ليه جماعة الخير في الساعة الثالثة شفت أبو ثامر قاعد يدخل العمارة اللي إحنا ساكنين فيها فقلت لأبو ثامر بشر هل ثامر بخير؟ ناظر فيني وقال ليها فايز رفيقك مات والله يغفر له ويرحمه وقالها وفي نبرته حرفياً الحزن الشديد اللي يخيم على قلبه فقلت لأ لا حوله ولا قوة إلا بالله بالله ثامر مات قاله وإيه مات بعدين شوي قال لي أبو ثامر قال لي نعم مات لأن المسافة كانت مرتفعة شوي اللي طاح منها يقول فايز أنا انقهرت شوي وجاني الحزن يقول رحت ودخلت بيتنا وجلست في خرفتي وصرت أتذكر ثامر وأستشعر تواجده الصدق ثامر كان من الناس الطيبين اللي قابلتهم في حياتي يقول من قوة ماهو طيب يقول ما أتذكر أي موقف سلبي صار اتجاهها يقول صرت أتفكر وأتخيل وأقول وش السبب اللي خلاه يطيع ألمم مع التفكير هذا ونغراقي فيه قد خلني بطلع السطح وبشوف نحن كيف طاح وليه طاح يقول الشي هذا اللي سويته بس فضول وأبغى أشوف الموقف عشان أنا أصير أتجنبه في المرة الثانية وبرضو عشان أقفل الخلل اللي موجود في العمارة عشان ما يطيح أي شخص تاني يقول فايز الممرقيت للسطح وفكيت حرفيا السياج ودخلت على السطح يقول أول ما دخلت على السطح جماعة الخير فيه ملابس كده منتشرة يقول صرت أتناظر في المنوار أو المكان وصرت أتأمل فيه بكل تفاصيله صرت أتناظر يمين أتناظر يسار وقلت يا أخي يليه تم تمسك يا أخي والله لو تمسك إنه ما رح يصير لأي شي يعني غريبة فيه هذه الحديدة وكانت فيه نفس الحديدة في الصبق قلت يا أخي لو تمسك فيها يقول وصاري نادي رح ننقذه غريبة طاح كده يقول مع اللحظة هذه اشتغل شي ذي عقلي والله العظيم إني ما أدري وشه وما أدري وش أصنف هذه الحالة يقول مريت بحالة غريبة مرة في الدقيقة الحين ثامر طاح من فوق ومات والمسافة ستة وسبعة متر أوكي قابلية إنه يموت يعني والأعمار بيد الله قابلية إنه يموت يعني احتمالها ممكن عشرين ثلاثين بالمئة وقابلية إنه يستمر يكون حي وموره زينه من سبعين إلى ثمانين بالمئة وش السبب اللي طرحها يقول مم تراجعت على المكان وجاني رهب منه قلت أخاف أني أطيع فيه من جديد يقول فيه خزان مويا بغاكم تتخيلوا الموقف يا جماعة الخير يقول فيه خزان مويا من الخزانات البلاستيكية يقول خزان بلاستيكي وتحته تكون فيه نفس القاعدة الحديدية المربعة يقول رحت وجلست جنبه وقعدت تفرج على المكان اللي طح فيه ثامر يقول وأنا قعدت تفرج حطيت يدي وأنا ما أدري على بلكة كانت موجودة تحت الخزان وناك ما عليها أي ضغط لأن ضغط الخزان موجود على نفس القاعدة جمعة الخير ومخصصة للخزان يقول مهم حطيت يدي على البلكة هذه ودفيتها بسبب أني ارتكيت عليها يقول دفيتها شوي طاحت البلكة على جم إلي جمعة الخير تطلع فلوس من هذه البلكة يقول طلعت لي فلوس طلعني ذهب يقول يعني ما هو بالكميات العالية لا يقول ولكن الواضح إن فيه شخص كان مغبي الذهب والفلوس داخل البلكة هذه قلت من الشخص اللي مغبي العشياء الثمينة داخل البلكة يقول وأخذها وارفعها وحطها في يدي كذا واناظرها يقول سلسال ذهب وغوايش يقول ومبالغ مالية يقول في خطها باستغرب لكت هذه من حقتها يعني من اللي جاي يحطها هنا يقول فايز قعدت استنتج وقلت كالدقيقة اللي موجود قدامي اللي هي الحبال المخصصة لنشر الملابس وماحد يرقى هنا ينشر الملابس اللي الخدامة حقت أبو ثامر كالدقيقة لا يكون لا يكون اللي في بالي أهو لا يكون الذهب والفلوس هذه اللي عندي الخدامة صارقتها من أهل ثامر إذا كانت الخدامة صارقتها فيه استنتاج جديد رح يطلع لي يقول فايز خدت الذهب مباشرة وانطلقت لأبو ثامر وطقيت عليه الباب وافتح لي الباب وكان حزين مره ولده ماله ولا ست ساعات ميت وموعد الصلاة عليه رح يكون بكرة ولكن أنا مستعجل على هذا الموقف قلت لأبو ثامر الذهب هذا لكم ناظر فيه قال ايه والله هذا حق زوجتي وين حصلت فيه قلت لأله يسلمك دقيقة اي أشياء رح أعلمك إياها ممكن تفيدنا في مقتل ثامر قلت لبس ابغى تأكد منك الخدامة اللي موجودة عندكم ايه الإنسان الوحيدة اللي ترقى للسطح وتنشر الملابس قال ايه قلت بس بديت تضح لي سيناريو واتوقع السيناريو وابو ثامر فيه جريمة قال وشلون فيه جريمة بعدين قال لي هل ولدي ثامر من الممكن فيه أحد قتله يتلاقي نعم من الممكن فيه أحد قتله وبعطيك استنتاجات موجودة عندي قلت لشنو ابو ثامر أنا كيف عرفت أن ولدك ثامر طاح لأني كنت وأنا قاعدة تروش سمعت مجسم قاعد يطيح من فوق والإنسان الطبيعي إذا جاي طيح ممكن يطلع صوت في لحظة سقوطه وبرضو ممكن يصايح وهو موجود على الأرض طايح تحت فقلت هذا الاستنتاج الأول يا ابو ثامر والاستنتاج الثاني أكيد ثامر ولدك يوم رقا للساطح أكيد إن كشف العاملة اللي تشتغل عندكم إنها إيه صارق الذهب وقرر إنه يحاسبها محاسبة ارتجالية وصدقة جماعة الخير الخادمة اللي كانت تشتغل عند أبو ثامر خادمة من جنسية معروفة والعاملين هذول اللي من جنسية هذي ما شاء الله لي لا إلا الله دايما يتميزون في القوة الجسمانية وقلت من الممكن إنها خنقتها وقتلتها ورمتها كان لي متأكد ممكن يتي والله العظيم إن هذا الاستنتاج اللي جاء في بالي لأني يا ابو ثامر أنا في لحظة نظري لثامر ولدك يوم كان طايع تحت المحتم فيه شخص كان فوق قاعد يناظر ولكن كنت أعتقد إن الموضوع كان خيال اللي ابو ثامر يناظر فيني قال يسمع امش معاي الآن لمركز الشرطة قلت يلا همش وصديقة جماعة الخير وارروح لمركز الشرطة ويجبوني جماعة الخير الشخص اللي كان ماسك مقتل صديقي ثامر داخل المنور قال لأبو ثامر سلام عليكم كيف حالك يا حضرة الضابط أتوقع فيه لبس في الجريمة اللي صارت للثامر قال لي وش الموضوع بعدين قال لي أبو ثامر قال لي تكلم يا فايز وصورتي جماعة الخير أشرح الموضوع هذا للضابط وقلت له فيه احتمالية كبيرة لو حققنا مع العاملة ممكن تكون إيه السبب بعدين قال لي الضابط معليش يا فايز هل السطح هذا ما يدخل لنا العاملة هذه قلت له إيه نعم بعدين قال لي هل فيه عماير جنبكم بنفس الارتفاع بالضبط وملتصقة فيكم نظرت فأبو ثامر قلت له إيه ليه قال طيب خلني أقول لي فيه جرائم كثيرة صارت بسبب تلاسق المباني جنبها وبسبب تلاسق الجدار على الجدار يصير اللي موجود في العمارة الأولى ينطع العمارة اللي في الثانية وممكن هو الشخص اللي برضو خبى الذهب وممكن برضو هو الشخص برضو اللي قتل ثامر قلت له يا حضرة الضابط ما في أحد عنده أحقية الوصول داخل البيت غير الخادمة هذه قلت له كيف تقول شخص طامر من السطح الثاني يعني الشي هذا إعجازي اللي ينظر فيني الضابط يقول لي فايز أنا هنيك الصدق على عقلية كل جميلة هذه وقعد تبين استنتاجات يعني رهيبة قال لي ولكن ما تدري إن فيه اتفاقيات دايما تكون اتفاقيات خارجية قلت له كيف اتفاقيات خارجية قال لي يا كثر المشاكل اللي جتنا بسبب العاملات اللي يعملون في المنزل يصورون متفقيل مع ناس من برة عشان يصرقون المنازل من الداخل وممكن جوابك يا فايز صحيح ولكن ممكن مو إهي الشخص الوحيد اللي قتلت ثامر ممكن فيه شخص خارجي برضو ساعد على مقتل ثامر نظرت فيه قلت له والله من الممكن يا حضرة الضابط قال عطوني المحظر من جديد قالوا اتصلوا لي على الناس المخصصين في الطب الشرعي أبغاهم يجون يحللون ثامر قبل ما يغسلونه ويكفنونه لأن فيه أشياء نبغى نحللها من جسده صديقي جماعة الخير واتصلوا على حقين الطب البشري وجو وقال لهم الضابط اسمهم أبغاكم تسوون مسعى المنطقة حق صدر ثامر وبرضوا على يديه وعلى منطقة وجهه قالوا لي خلاص زين وصديقي جماعة الخير خضوا العينات من ثامر هذي ومسحوا منه وقالوا ان النتيجة راح تطلع بإذن الله بكرة راجعونا بكرة على ما نجهز المعاملة كاملة قلنا لها ابت زين يا حضرة الضابط وإحنا في انتظارك في اليوم الثاني وصديقي يقول فايز جاء اليوم الثاني يا جماعة الخير واتصل علي أبو ثامر قال لي امش معي نروح لمركز الشرطة قلت لا يبشر يا أبو ثامر وصديقي جماعة الخير توجهنا لمركز الشرطة وقابلنا الضابط قال اي نعم قال مسحنا المنطقة اللي موجودة في يده وفي صدره وطلبوا اتوقع جماعة الخير اللي هو تحليل الـ DNA يعرفون من الشخص اللي احتك جلده حرفيا أو يده في ثامر قبل ما يموت وقال الضابط راح اسويه الحين مسحة للعائلة وبرضوا الخدامة اللي موجودة عندهم داخل المنزل وبعدها راح نعرف من الشخص اللي ادى الى مقتل ثامر وصديقي يا جماعة الخير جوا يجمعت الخير حقين الادلة والطب الشرعي وامسحوا الناس اللي موجودين في البيت يخذون منهم كذا زي المسحة البسيطة من جلدهم عشان يعرفون فصيلة جلدهم والجينات الداخلية اللي موجودة فيه بعد التحليل يا جماعة الخير اكتشفوا ان العامل اللي موجودة عندهم في المنزل كانت موجودة اثارها على رقبة ثامر وجه الان طالح الدليل واضح ولكن يحتاج الاثبات الضابط مباشرة استدعى الخادم اللي موجودة عندهم وصار يحقق معها لين ضغط عليها جماعة الخير واعترفت انه هي الشخص اللي اقتلت ثامر والموضوع ما اوقف عنده هنا لا قالت التفاصيل اللي انا كنت تخيلها وانا كنت موجود في السطح اسلوب القتل وانه كان يغبي الذهب وانه كشافها وكانت تحاول تخنقه وهو كان يحاول يشد معاه برضه كان ثامر يا جماعة الخير شخص يتمرن في الكاراتي والتكواندو في بنيته يعني كانت ممتازة ولكن هي تغلبت عليه بالبنية وخنقته ورمتها من فوق المنور يقول فايز بعد ما اكتشفت هذا الموضوع الصدق الضابط شكرني بشكل قوي وبرضه صار يذني عليه بأسلوب مبالغ فيه وقال لي يا فايز شكرا انك ساعدت ان الحقيقة تكون باينة دائما والله يعطيك الف عافية يقول لهم انتشر هذا الخبر بين عماني وخوالي والناس اللي يقربون لنا ان فايز مات خوية وقدر يحصل الشخص اللي قتل خوية يقول صرت في اي مكان اروح لا او مناسبة دائما يذنون علي فايز هلا بالمحقق مادري ايش علمنا وصار وكيف وكيف شعورك وكيف قدرت تحلل قضية هذه يقول لهم صاروا يذنون علي بشكل كبير والكلام هذا قاعد ينتشر في الاسرة بشكل مبالغ فيه يقول وانا ارى في عقلي ان الموضوع اللي صار صدق انه موضوع كبير ولكن استنتاجي كان بسيط مرة وكانوا مذهولين فيه بشكل مبالغ فيه الممي جماعة الخير يقول فايز مرت الايام بسرعة وجدت لحظة قبول الطلاب سواء في المراحل الجمعية او غيره والوقت هذا دائما وشائع عند الناس يكون مدة ممكن اسبوعين تطلع فيه اذا جاء قبول او لا يقول بيني وبينكم مروا الاسبوع الاول ولاحظت كل اخوياي جاهم قبول وانا ما وصلتني ولا رسالة نهائيا بعدها جاء الاسبوع الثاني اجماعة الخير وقلت لنفسي اذا ما جاء قبول هنا في معناها انهم ما قبلوني في اي مكان وصدق مرت حوالي خمسة ايام من الاسبوع الثاني وبرضو ما وصلتني رسالة بيني وبينكم والله فاق صدري بشكل كبير مرة قلت اخوياي بيسبقوني في العلم وفي الدراسة واتوقع ربي ما رح يكتب لي الخير ابت واتشأمت من هذا الموقف بشكل كبير يقول في اليوم اللي بعدها ليوليوم القبل والاخير قررت اروح للجامعة بنفسي واتأكد من الموضوع فقلت يعني ما جاني لا رسالة قبول ولا رسالة رفض والشي هذا اثار الشكة عندي قلت خلني اروح للجامعة ممكن خلطانين في اسمي مبع عندهم رقم الجوال بعض التفاصيل ناقصة قلت خلني اروح اتأكد من هذا الموقف بنفسي يكون رحت وتوجهت للجامعة ووقفت سيارتي وتوجهت مباشرة للادارة الا اقابل احد الموظفين اللي شغالين هنا وصلتني لا رسالة قبول ولا رسالة رفض قال ما عليش عاطني رقمك واعطيه الرقم اجماعة الخير مخصص لي قال والله انت للاسف ما جاك قبول وتوقع ممكن تلحق على الترم الجاي ولا في رجال جنبه قال لي وش اسمك انت قلت اسمي فايز قال لي يا فايز لعل الامر فيه خيرة وما تدلي ربي وين كاتب لك الرسم فاصبري اولدي وان شاء الله ربي بيكتب لك الخير قدام يقول نظرت فيه كذا وقلت يعني وش الخير وانا ما انقبلت في الجامعة وين الخير يكتب فيه يقول هذا كله قاعد اقوله في صدري يقول مهم طلعت من عنده قلت له باذن الله ربي بيكتب الخير واطلع يقول طلعت وانا فيني حسرة وشوي من البكية يقول وانا طالع وجيت بركب سيارتي يقول لا تجيني رسالة تم قبولك في احد المجالات العسكرية في المنطقة الفلانية هذه وبعد ما راح تتخرج راح تصير ضابط يقول فرحت فرح خير طبيعي وقلت سبحان الله كيف ربي بدل من حالي الى حال مع العلم اني كنت داخل وانا صاخر والان ربي ارضاني بشيء ويرى الخير وين فيه وقلت الحمد لله يا رب علي كتبتها لي وبيني وبينكم ندمت اني قلت في صدري وين الخير يكتب فيه يقول سبحان الله ما طولت في ظرف ممكن عشر دقائق لين وصلت للسيارة اللي وصلتني لرسالة حقة القبول المهم فرحت فرح مو بطبيعي واتصلت على ابوي وقلت له يبه ابا الشرك اقبلوني في المكان هذا والحمد لله وقالوا لي انهم راح يتوصلون معاي في الايام الجاية يقول رد علي يا ابوي باستقراب قال متأكد اقبلوك وينك هذولي بالتقاق يقبلون وما ياخذون الا الناس حرفيا والنخبة والله اني فخور فيك يا ولدي تعال للبيت خلنا نشوف الموضوع ويش صار فيه قلت لالان جاية يقول واتوجه للبيت وانا مسرع لين وصلت لبيتنا وقابلت لابوي وشرحت للموضوع كيف صار قال لي الحمد لله يا ولدي انتبه يا ولدي لا تقول لحد وقضوا حوايجكم بالكتمان لا تعلم احد انك انقبلت في المكان هذا الا لين يجيك القبول النهائي وابشر يا ولدي انا راح اكلم لك واحدين ومواحدين وباذن الله انهم راح يسعون انهم يخلونك تستمر معهم يترى يبقى الله يكتب لي فيه الخير المومي جماعة الخير مرت الايام وما يقارب اسبوع الا جتني الرسالة وهي الرسالة الثانية من القبول الاول فايز بن فلان فلاني عليك التوجه للمركز المحدد هذا لاجراء الفحص الطبي واللياقة البدنية بيني وبينكم حسيت بشعور غير طبيعي كنت اقول لابوي باذن الله اني راح اجتاز هذا الاختبار بشكل ما تتوقع اذا يبغونها لياقة بدنية يا يبه اصلا انا اتمرن كاراتي وتكواندو وفنون القتال هذي واذي يبغونها طول وقوة الحمد لله ربي رازقني فيها يقول مم جاء اليوم الموعود وتوجهنا للمركز هذا السلام عليكم عليكم السلام انا فايز رقم الطلب المخصص لي خذوني يفحصوني ناظروا كل شي في جسمي يفحصوه من الى وقالولي وقالوا خلاص يا فايز انت اجتزت الاختبار الطبي باقي الاختبار اللياقي وصديك اجمعت الخير وتمر الايام وادخل في الاختبار اللياقي وخلص حرفيا اختبار اللياقة طبعا في لحظة اختبار اللياقة ما يقولون لك شي يسكتون ما يقولون لك انت ناجح وانت كذا لا لا يخلونها بعدين تجيك كرسالة عشان ما ينحرجون من الناس اللي يكونون في الاختبارات اللياقية بالرف يقولوا المهم وعدت الأيام خلال ما يقارب 7 أيام 8 أيام وتوصلني رسالة مكتوب فيها تم قبولك القبول النهائي وفالك التوفيق بإذن الله جهز معاك النبس المعين هذا وعطوني المتطلبات اللي يحتاجونها جوة دورة وخلال ثلاثة سبيع لازم تكون في المنطقة هذه وفي المركز هذا بالضبط صديقي جماعة الخير وجهها زلمهم والمنطقة اللي محددينها تبعد عني ما يقارب 70-80 كيلو يعني ما هي بعيدة وتوجه لها وأبدى دورة العسكرية يقول مرة أيام الدورة العسكرية وبرضو الناس النخبة اللي موجدين جوها من نظرة يحددون أنت وين المجال اللي راح تروح له ويختبرونك كذا كذا اختبار برضو عشان يحددونك كل شي بالضبط يقولونهم يا جماعة الخير مرت السنتين الأولى وباقي على تخرجي سنة كاملة وخلوني يا جماعة الخير في تخصص مكافحة المخدرات قالوا لي اسمع يا فايز تخصصك خلاصة الحين تخصص دقيق حقك مكافحة المخدرات راح تصير تتدرب معهم ويعلمونك كل شي يعلمونك الاحتياطات اللازمة وصدق يا جماعة الخير وتمر السنة هذيك وتيجي لحظة التخرج وكنت الأفضل على دورتي كنت مميز بشكل غير طبيعي وقالوا لي مكان العمل حقك راح يكون في المنطقة الفلانية هذي والمنطقة هذي يا جماعة الخير اللي حددوها لي بنفس المنطقة اللي صارت فيها إجراءات التدريب ولكن المركز حقي موجود هناك طبعا المركز حقي والعمل حقي يبعد عن بيتنا ما يقارب 70-80 كيلو قلت الأفضل أني أستجر لي شقة قريبة لما كان العمل المخصص لي وصدق وروح بحثي عن شقة وأضبط وضعي بالكامل وأستأجرها الموم يجمعت الخير وصرت أداوم في أول مكان لي أو المركز المخصص لي مكافحة المخدرات وقاب الرئيسي اللي هو اسمه خالد الموم كانوا فيه مجموعة من الضباط موجودين في نفس المركز أما البقية كانوا من الأفراد والضباط اللي موجودين هناك الصدق تعرفت على شخص اسمه مرشد هذا من أنظف الأشخاص اللي قد قابلتهم رجل بما تعنيه الكلمة الموم مرت الأيام ومرت يا جماعة الخير فيها الشهور بعد ممكن عشر شهور مرشد قال لي أنه ودي يسكن معي في نفس الشقة حقتي وبرضه وبرضه جماعت الخير عشان تقل علي اللي هي تكلفة الشقة نفسها قلت لابد يا مرشد اللي تبغاه أنا معاك وش تبغى بس؟ قال أبغى أكون معاك عشان نكون قريبين للدوام برضه عشان نتعاون برضه في الدوام قلت لابد تحت أمرك بالشي اللي تبغاه وصدق يا جماعة الخير سكن معاي مرشد ومرت فيها جماعة الخير السنوات مر ما يقارب أربع سنوات وأنا شغال مع المكافحة بيني وبينكم في مشاكل واجهناها في البداية كبيرة ولكن ما رح أذكر لكم إلا أقوى المشاكل اللي مرت عليه وصدق العمل مع المكافحة والضباط والناس الموجودين يزيدك فوق الخبرة خبرة الممرتفعت رتبة العسكرية حبة حبة بعد مرور الأربع سنوات هذه وحطوني يا جماعة الخير أني أمسك بعض المجموعات وعلمهم كيف النزول للميدان وبرضو المداهمات إذا صار فيه مداهمات كيف نداهم المهم سوينا جميع أنواع التدريبات في السنة اللي مسكت فيها أنا رئاسة على بعض الضباط والأفراد وبرضو يا جماعة الخير معاي فايز في نفس المركز اللي أداوم فيه ولكن الحدث الأكبر في يوم من الأيام يا جماعة الخير وانا كنت جالس على المكتب المخصص لي عندي يا جماعة الخير التليفون جنبي على الطاولة والتليفون هذا ما حد يقدر يتواصل معاي فيه إلا لجو المركز ولكن لو جاء اتصال خارجي اللي جو المركز يقدرون يحولون على التليفون حقي بنا عبارة عن قسم كذا ممفرد يعني وصير كذا الحالة يقول في يوم من الأيام جاني اتصال والاتصال هذا يباين لي إنه اتصال محول يعني فيه أحد الناس حول لي لأنها هي من جهتنا أو تخصصنا يقول فايز رفعت التليفون مرحبا اللي رد علي رجال وقال لي السلام عليكم مكافحة المخدرات قلت رأي نعم قال لي الحق الحق قلت روي صاير قال الحق فيه رجال ميت داخل شقته قلت رأي طيب اتصل على الشرطة ليه ما اتصل على المكافحة قال لا اتوقع سبب وفاته تحتاج مكافحة المخدرات تكون موجودة قلت رأي خلاص زين عطني الاحداثيات صدق وسجلي كل الاحداثيات المخصصة للمكان يقول الموم الإجراء الروتيني المعتاد دائما يكون أي بلاغ يجينا سواء صادق أو كاذب لازم نباشرة ما نقدر نترك أي بلاغ ولكن الشخص الكاذب راح نقدر نجيبه بتهمة ازعاج السلطات الموم بعد ما حدد لي جمعة الخير للمكان كلمت على طول مباشرة مرشد قلت للمرشد معي احداثية والاحداثية هذه مخصصة لحد الاماكل هنا ولكن والله العظيم اني ما قد زرتها ناظر فيها كذا مرشد قال لي اسمع شفت المكان هذا قلت لأي واش فيه قال المكان هذا ما ينفع الروح لأنا وياك بس قلت لأي واش طاير يعني واش وضع المكان قال طيب المكان هذا يبعد عنه ما يقارب 25 كيلو والمكان هذا معروف ان البيوت اللي فيه بيوت قديمة مرة واغلب الناس اللي ساكنين فيه ما هم من اهل البلد لا جيب من برة وبيني وبينك المكان هذا برضو يفائز كذا مرة الحكومة قررت تدخل يعني تقبض على ناس في اليوم الثاني او الاسبوع الثاني يزدون كأنهم نمل يقول يزيد عددهم فوق المعتاد والحي هذا قديم وشوارع ضيقة مرة قال طيب يعني شو نسوي لازم نروح وشوف الحالة قال حالة الان لازم نكلم الدعم عشان يشاركوننا في هذه المهمة ونروح له قلت لها خلاص زين تواصل مع الدعم يقول صدق مرشد تواصل مع الدعم الدعم يا جماعة الخير عبارة عن عساكر مجندين بأسلوب احترافي مخصصين حرفيا للمهمات الخاصة يعني مستحيل ان احد يتغلب عليهم في قوتهم ناس متمكنين للمواقف هذه بشكل كبير يقول لهم تواصل مع الدعم والدعم عطونا الاوكي وقالوا لنا خلاص راح نطلع هناك متجهزين ورح نطلع معنا ما يقارب عشر سيارات ورح نحاول نحمي لكم المكان على ما تشوفون الجريمة اللي صارة المهم يا جماعة الخير شغلت سيارتي وركبت مرشد جنبي وتوجهنا المكان في لحظة توجهنا المكان لازم نتصل على الإسعاف وعلى الطب الشرعي وعلى المسح الجنائي أشياء كثيرة لازم نتصل عليهم عشان يتواجدون في المكان وصدق ين رفع وصلنا عند ذاك المكان ونفس الوصف اللي وصفه لي مرشد ناس ما هم من نهل البلد ووتهم الجسمانية كبيرة مرة الإجرام عندهم مرتفع نسبة الخطر انك تكون متواجد هناك رح تكون كبيرة المهم يا جماعة الخير لحقين المهمات الخاصة ذول يمقفلين المكان وحميلها دخل حقين الإسعاف وحقين الطب الشرعي وبرضو معهم حقين المسح الجنائي رحنا يا جماعة الخير العمارة مكونة ممكن من أربع دوار عمارة مهترئة قديمة لأبعد درجة رقينا الدور الأول الدور الثاني كان البلاغ موجود في الدور الثالث يقول حتى الدرج اللي قاعدين نرقى فيه درج ضيق يعني مستحيل اثنين جن بعض يرقون مع هذا الدرج وبرضو فيه حجر كده متكسر والجدران طايحة وتخر موية يقول رقينا لين الدور الثالث ودفين الباب حصلنا الشقة فاضية ما فيها أحد وصدق حصلنا شخص منسدع على جنب جماعة الخير وثم جماعة الخير قاعد يزبد أو يطلع مادة بيضة عرفت انها طلعت روحها ولكن كإجراء روتيني معتاد نازم الآن يدخلون حقين الإسعافي يتكدون نفضات قلبه توقفت بالكامل وحقين المسح الجنائي يمسحون المكان وحقين الطب الشرعي يحددون ويش سبب الوفاة بعدها احنا ناخذ التقارير ونتوجه فيها للقسم ونصير نحللها المم خذوا الرجال وفحصوا وسووا كل شيء وودواه على طول المستشفى ويحللونا كل شيء داخل المستشفى يقول انا توجهت على طول انا ومرشد للقسم حقنا وننتظر الاوراق تجينا من الطب الشرعي شوي اللي يقول لي مرشد قال لي يا فايز من المتصل عليك ومنه المبلغ يفصل منطقة نائية المحترية وقدر يبلغ فكيد الله يد في الموضوع يتراب الله كلم الناس الموظفين في الاتصالات تحت خلهم يتأكدون من هوية المتصل منه اوه قال لي ابشر نزل مرشد يا جماعة خير عشان يتأكد من هوية المتصل لحظات اللي جاني وقال لي فايز هوية المتصل هوية غير معروفة ومتصل من احد الكبائن القريبة من المنطقة عشان كذا ما قدرنا نحدد هويته قال لي طيب وشو تشوف الحل يا مرشد قال والله الحل ان احنا نروح ونصلي على الشخص اللي مات ونسأل اهله منهم اخويا ونحاول نتعرف على اخوياه زين يتراب الله فكرة طيبة يا مرشد ابد يلا قدام ولكن برضو يعدين ننتظر هنا حقين الطب الشرعي والمستشفى علمونا وشسبب وفاته لحظات جماعة خير لجانة الاتصال المخصص من حقين الطب الشرعي حقين المستشفى السلام عليكم الضابط فايز حددنا سبب الوفاة الرجال مات بمادة مخدرة تعرضت للتسمم اف يعني يا جماعة الخير جابوا مادة مخدرة وحطوا فيها مادة سمية تقتل الشخص يتعطاها اف يعني الموت هذا ما كان باثر التعاطي العالي لا مات لان المادة مسممة وصدق في ناس تموت من اثر التعاطي العالي الله يكفينا شر المخدرات يقول فايز عرفت ان الموضوع فيه جريمة والجريمة فيها جريمة تقتل بسبب المخدرات فقلت المرشد خل نطلع الان ونصلي على الرجال ونكلم احد اقرباه الموجدين وباذن الله ان يقدر يفيدنا قال لي ابت تمام ورحنا يا جماعة الخير وصدق وصلينا على الرجال بزينة العسكري بعد ما خلصنا الصلاة بحثنا عن ابو الرجال الميت ورحت وسلمت عليه قلتنا السلام عليكم معاك الضابط فايز جيت ابغى تحقق من الموضوع يعني بشكل خاص يقول لابو كان ابو متصادم معنا بشكل كبير قلتنا اسمعلي احنا موجدين هنا لحمايتكم ما احنا موجدين هنا لان احنا نضركم اذا انت تبغى تعرف سبب وفاة ولدك لازم الله يسلمك تتماشى معنا في الموضوع هذا يقول ناظر فيني يا ابوه قال له هل ولدي مكتول قلت رأي نعم ولدك تعرض المادة متسممة مع المخدر وفقد فيها حياته قال حسبي الله على رفقاه السوء الله لا يوفقهم يقول وصار يدعي على اخوياه قلتنا طيب هل تعرف احد من اخوياه قال ايه في واحد من اخوياه اسمه فاروق وهو اكثر خوي كان يمشي مع ولدي تراه ساكن هنا حولنا قريب ابحثوا عنه واسألوا وراح تحصلونا قلنا لطيب تعرف كيف شكله قال ايه شخص اسمراني البشرة طويل يمكن بطول المتر وتسعين متر اثنين وتسعين وعريض شوي والشخص باين فيه الصحة الجسمانية قلت له زين الله يعطيك العافية يقول فايز وانا طالع ناظر في مرشد اقول كل ذا المواصفات والله لو اقتاله يمكن اخليه الرجال ذا المواصفات اللي قالها ليه كلها تروع الله يكفينا شرهم بس يقوم طلعا من المسجد بعد ما صلينا فيه وتوجهنا القسم قلت مرشد نبغى الان نسوي بحث في المنطقة ونبحث عن الشخص هذا اللي اسمه فاروق ولازم نطلع فيه اقرب وقت ممكن قال لي مرشد اسمعي فايز الموضوع ما هو مثل من تعتقد انت شفت الحي اللي قبله شوي كيف الحي مرة صعب انك توصل اي منطقة موجودة فيه في الحل الانسب ان نكلم رئيسنا في هذا الموضوع ونقول له عن هذا الشي عشان يقدر يخلينا نطلع مع حملة امنية كبيرة ونغطي فيها المنطقة هذه كاملة قلت له ظنك يعني يوافق يا مرشد على هذا الموضوع قال والله اسمع في الفترة الاخيرة ترى جت بلغات كثيرة على نفس هذا الحي وممكن لو نقول له الان انه نبغى نداهم راح يوافق مباشرة قال لي يلا طلعنا له وصدق يا جماعة الخير وتوجهنا الى رئيسنا سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك ابو فلان ومورك زينا في حي الله يسلمك مريناه وحصلنا فيه شخص ميت اللي هي القضية الاخيرة اللي سجلناها قال لي اينا عم وش صار بعد قلنا له ان احنا رحنا المسجد وصلينا على الميت هذا وقابلنا ابوه وقال ان اقرب الناس له اللي هو فاروق ونبغى نبحث عنه بعدين قال لي رئيسي كلام مشابه الكلام مرشد قال لي فايز اسمع ترى الحي ذا خطير والحي هذا تصنيفه في الخطر عندنا مرة عالي ما ينفع ان احنا نداهم واحنا ما نعرف اماكنهم نحتاج ناس مخبرين ينزلون ذيك المنطقة بعد ما يمشطونها ويحددون اماكن الناس الموجدين هناك بعدها كذا نقدر نداهم قترة طيب انتو ش تشوف والموضوع هذا كم يحتاج له من يوم ناظر فيني رئيسي وقال لي فايز هذا ما يحتاج له يوم واحد هذا يحتاج له ممكن شهر الى شهر ونص والموضوع شوي يحتاج وقت يقول فايز وهو قاعد يتكلم زي كذا قترة طيب تسمح لي اني انزل لهذاك المكان واكون يعني فيه بزي شخص عادي موجود هناك واصير اسجل كل المعلومات اللي موجودة هناك كان لي رئيسي والله اسمع يا فايز انت شخص مدرب وكفؤ حرفيا على هذا الموضوع ولكن ترى الموضوع فيه خطر على حياتي قلت له يا رجال لاتشي الهم وباذن الله ربي بيوفقني في هذا الموضوع قال لي ابد اللي تبغى سوى انتو خويك مرشد وبعد ما تخلصون عطوني كل الاحداثيات قلنا له هبشر في المهم يا جماعة الخير يقول فايز طلعنا من عنده وتوجهنا لمكتبنا يتمرشد جاء الوقت حرفية اللي نضرب فيه بيد من حديد وجاء الوقت اللي نحط فيه حرفيا حد المهربين هذولي وخاصة جماعة الخير المهربين اللي موجودين هناك ما هم من اهل البلد نفسه جايين من برا البلد وبرضوا يحاولون يفسدونها قال لي طيب وش تشوف قلت له اسمع افضل حل ان احنا نروح هناك وننزل ذاك المكان بلبس عادي ما هو بلبس عسكري ونفره في ذاك المكان ونحاول نسجل كل حرفيا صغيرة وكبيرة ونخلي دوامنا يبدأ في ذيك المنطقة من الساعة 11 الليل قال لي ابدا انا معاك من لي تبغاه ولكن وش تشوف الحل الامثل اللي نروح هناك ولا نثير الشبهات فيه تالب اعلمك حل وان شاء الله انه يفيد تتلوشه يا فايز المم خد جوالي يا جماعة الخير واتصلت على صديق اديم لي رجال هذا شغال يا جماعة الخير في الاشياء المخصصة في المياه داخل الحي يعني فتحات المجاري والعبارات اللايك رومكم وبرضو المواصير حق المياه الممقوشة قال في احد الشركات المخصصة لهذا الشي فاتصلت عليه وقلت للموضوع وقلت لأ ابغاك تاخذنا كل يوم بسيارتك الساعة 11 الليل في ذيك المنطقة وابغاك برضو تفرغ نفسك من دوامك وتاخذ اجازة وتخلي سيارة الدوام معك الشيء هذا اللي راح يسويه راح يخليني ادور في الحي وانا مرتاح راح يسبوني الموظفي المخصصين للمياه وبيكون تنقلاتي في الحي حرفيا بكل اريحية وصدق جماعة الخير رجال هذاك فرغ نفسه لمدة اسبوع كامل عشان نمشط هذا الحي كامل ومرنا في ذاك اليوم انا ومرشد انا ركبت قدامه ومرشد ركب وراء وصرنا الراقب الاماكن اللي هناك ولا اخفيكم شفنا اشياء ما تنشاف حرفيا الا في الافلام الناس قدامي قاعدين يبعون المخدرات بكل اريحية تمر سيارة ويمر الشخص ويسلم البضاعة ويطلعون واشوف تبادل الاموال كلها قدامي وقمت وسجلت كل الاحداثيات هذي واماكن الناس اليسكنون هناك ابعا الوقت اللي استغرقته وانا قاعد اسوي عملية الكشف هذي ما يقارب اجماعة الخير 9 ايام و 10 ايام سجلت عندي في النوتة ما يقارب 9 اشخاص مع تحديد اماكن بيوتهم يعني لو نطب عليهم ونقبض عليهم مع الحملة الاشخاص هذولي راح يفيدوني اني اطرح الناس الي اكبر منهم ولمم خلصنا رحلة الكشف هذي ورح نسلمنا المعلومات الرئيسنا وقلنا اللي حصلناها زي كذا وقلنا ان احنا حصلنا ناس يتجرون بالمخدرات قدام عيوننا وثبتنا اماكن سكنهم وثبتنا كل شي قاعدين يسوونا كان لي رئيسنا طيب الان راح نتصل على الدعم وراح ذا المرة نسوي يعني زي الحملة الامنية الكبيرة على ذاك الحي ونصير نقبض عليهم قلت له ابت يقول صدق فايز بعد 5 ايام من يوم ما قابلت الرئيس حقي قال لي ترى موعدنا بعد بكرة تجهزوا عشان ندخل على ذاك الحي ونحاول نقبض على المروجين الموجودين في المنطقة دي يتلهبت خلاص تم وقال برضو جهزتلكم دعم وزيادة على الدعم هذا وفرتلكم الطيارة العرضية اللي هي جماعة الخير الهليكوبتر اللي يمسح المنطقة من فوق وليه يحتاجون الهليكوبتر في ذيك المنطقة بسبب الشوارع الضيقة وبرضو يراقب تحركات العسكر لو احد اصيب ويعطيهم الاحداثيات بشكل اسرع يقول المهم جاء اليوم الموعود اللي راح تدخل فيه الحملة الامنية على هذه المنطقة يقول تركزنا في اماكننا وقفلنا مداخل الحي ومخارجها يقول ودخلنا على هذيك المنطقة انا ومرشد ومجموعة من الدعم اللي موجودين معنا يقول ما يقارب ستين او سبعين شخص يقول عددنا كبير مرة يقول المهم دخلنا مع الشوارع الضيقة وكان معاي مرشد والهليكوبتر فوقنا طبعا هليكوبتر يعطينا الاحداثيات اول باول لو فيه شخص قدامنا ودخلنا عليهم يا جماعة الخير كانت ساعة عشر الليل في المرحلة اللي البيعين قاعدين يجهزوا المواد اللي راح يبعونها على الزباين يقول فايز دخلنا مع ممر ضيق انا ومرشد واحنا باللبس العسكري وكننا محددين شخص وهذا قلنا الشخص اول واحد راح نقبض عليه لاننا لحظناه ان يبيع بكثافة يقول مهم هو ساكم في عمارة مكونة ممكن من اربع دوار وصوت الهليكوبتر فوق مسبب ازعاج يعني كل الحي يدري ان فيه حملة امنية كبيرة على هذا المكان المهم دخلت يا جماعة الخير للعمارة هذه عمارة مهترية ونفس الوصف اللي قلت لكم اياه قبل يقول دخلت مع الدرج اللفة الاولى ورقيت ع الدور الاول بعد الدور الثاني يقول الدور الثالث وانا راقي يقول لا الاحظ شخص فوق يماسك بلكة يبغى يرميها عليه يقول مهم هو رماها وضربته في ظهري من ورا ولكن اشطفتني يا جماعة الخير شطف يقول فايز واطرد وراه ورقى لين السطح حرفيا بسرعة وجهز يدي على سلاحي لين دخلت مع باب السطح يقول التفت يميني سار له قدامي يبغى يطمر من العمارة اللي هو فيها للعمارة الثانية بسبب يا جماعة الخير تلاسق الجدران جنبعه اللي والله صدق يا جماعة الخير طمر الرجال على العمارة الثانية يقول فايز وانا وراه يقول ايام الكونفو والتكويندو مواضيع القفز والاشياء هذي والتسلق حرثيان كان موضوعها سهل عليه يقول وحط يدي كده بسرعة واركض وراه طبعا اهو يا جماعة الخير طاب للعمارة الثانية عشان ينزل مع الدرج حقها وينحاش يقول الهليكوبتر موجود فوقه وقاعد يشوف الموقف يقول اسمعه في جهاز الندو حقي الا طائرة الكشف اللي فوق تقول قفلوا العمارة الثانية فيه شخص راح ينزل لكم الان وصدق يا جماعة الخير قبضوا عليه يقول يوم نزلت مع الباب الا حصل الشباب قابضين عليه وشايلينه يقول وصرنا نغطي الثاني والثالث والرابع وفيه ناس قبضنا عليهم بكل سهولة بشكل انتو ما تتوقعونا الا فيه شخص بهذلني حرضيا بهذلة مو طبيعية وراح اشرح لكم الموقف كيف صار كنتمشي في الحارة وقاعدة هرول يقول لفت يمين الا الرجال هذا صار معي وجه بوجه يقول يناظر فيني ويعطيني ظهرة وينحاش يقول وانا اقول اوقف ترى ولا اقسم بالله لا اطلق عليك الرجال رافض انه يوقف يقول مهم خذاني يمين خذاني سعر وبمن الحي هذا كله عماير قديمة داخل فيه احد العماير واسمع حرفيا وهو قاعد يرقى مع الدرج وخدت الجهاز مباشرة وخفت انه قاعد ينتظرني فوق عشان يضرني وقلت لطيارة الكشف الموجودة فوقه والطيارة العرضية قلت له راقب لي العمارة هذه بالضبط لاني راح ادخلها الان يقول فايز وادخلها ومرشد وراي وندخل وراه يقول لحقناه لين رقينا للسطح يقول يم رقينا السطح ونظرني مين نظرني سار ما في احد وسألنا الطيارة العرضية هل شفت احد قال لا ما شفت احد حرفيا راقي فوق وان نص العمارة مغطية بشينكو يقول مهم اول ما قال انها مغطية بشينكو وناظر فوق صدق نفس الشينكو يا جماعة الخير اول مظلة موجودة فوق في السطح ومغطية السطح من فوق باسلوب ويعني غريبة شوي يقول اناظر كده قلت وين من الممكن يزبن الشخص ده فيه جماعة الخير اول ما تطلب عند الدرج وتلفي مين مين فيه سلم يرقيك فوق على الخزان جلت اكيد ان الرجال زابن هناك يقول وارقه مع السلم طاق 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 لين وصلت فوق يقول اصير اناظر تحت الا اشوف الرجال زابن اجمعت الخير تحته صبة حقت الخزان عرفتوا الخزان الحجري القديم يكون مرفوع بقواعد كده فوق وتكون فيه مسافة كده فاضية يقول مذبن نفسه تحت الخزان الحجري هذا يقول وادخل يدي كده من تحت واسحبه مع رجله يقول واسحبه بره اللي هو يناظر فيني يقول واسحبه بقوة لين طلعته بره يقول وادق الكلبشة في يده وانزله جماعة الخير والسلاع على ظهره لين نزل من على السلم وسلمت الدورية طبعا مو حنا بس اللي نداهم لا برضو فيه فرق ثانية قاعدة داهم وتحاول تجمع اكبر المروجين اللي عطيتهم المعلومات عنهم داخل هذا الحي يقول لحظات رحنا سلمناه فتحنا السيارة وركبناه وقفلنا عليه وننتظر الفرق الثانية تيجي لحظات اللي الفرق الثانية تجمعت عدد الناس اللي مسكناهم في ذاك الحي كان جماعة الخير سبع اشخاص ولكن السبع اشخاص هذولي ناس مهمين يتلم خلاص رحوا يودوهم للقسم عشان نسجل كل شي ونحقق معهم وصدق خذتهم السيارات المخصصة لنا وتوجهوا فيهم للقسم يقول فايز انا دخلت القسم وراح ابدأ حقق معهم يعني حبة حبة طبعا انا بعد ما احقق معهم في جهة ثانية برضو رح تحقق معهم مرة ثانية ولكن انا ابغى اخذ منهم المعلومات المهمة وابغى اعرف فاروق هذا مين قلمهم يا جماعة الخير يموصلنا للقسم قلت دخلوهم علي واحد واحد دخل مرشد ودخل رئيسنا وشافهم يعني يقول جانا اول شخص سلام عليكم عليكم السلام عطنا اسمك وورنا برضو الجواز المخصص لك الصدمة يا جماعة الخير ان الرجال قال لنا انا اصلا جاي تهريب وما عندي جواز بالاصل قلنا له طيب من متى وانت هنا موجود عندنا قال لي ما يقارب التسع شهور قلت له طيب ان تدري ان مسجل عليك تهمة ان كنت تروج المخدرات في المنطقة قال انا ما روجت وما ادري ايش يقول فايز قلت لعندي كل الادلة لا تنكر ولكن علمنا من الشخص اللي روج المخدرات وبرضو ابغى اعرف عن شخص اسمه فاروق يقول اول ما قلت له اسم فاروق وجه الرجال اللي قدامي تغير يقول صاري ناظر بيني وقال لي فاروق ما اعرف احد بهذا الاسم ولكن من ملامح وجه قاعدة دل ان الشخص هذا الاسمه فاروق شخص قوي مرة وما ادري منه اه المهم استمرين على هذه الحالة يا جماعة الخير لين وصلنا للشخص الاخير ولي توضح لنا مع الناس اللي قاعدين نحقق معهم انهم ناس جايين تهريب لين هنا ولكن نبغى نعرف من الشخص اللي دخنهم لين المنطقة يقول حققنا معهم كلهم وبين الناس اللي حققنا معهم كان فيه شخص باين عليه انه ضعيف شخصية بشكل كبير قلت هذا لازم نعيد التحقيق معه ونضغط عليه ممكن يتكلم وممكن يفيدنا باي شيء في المستقبل صديقة جماعة الخير دخلناه غرفة التحقيق واول ما دخل قلت لأخوياي معلش تفضله برا انا بحقق مع هذا الرجال بانفراد طبعا اهم يسمعون برا الاشياء اللي قاعدة تصير ولكن هذا الشيء كان شيء متفق عليه عشان اخلي فيه قلبه حرفيا الخوف يقول طلعه برا وقفل الباب وناظر فيه قلت لو ش اسمك انت قال لي اسمه قلت اها وبرضو عمرك يعني ما هو بالعمر الكبير هو عمرك 24 وجاي تهريب لهذه المنطقة وزياد عليها برضو تمارس ترويج المخدرات فانت رأى حكمك حرفيا راح يكون كبير مرة يقول وضغطت عليه ضغط نفسي لين الرجال بدأت تبان عليه ملامح التوتر قلت لأسمع انا بعطيك عرض والعرض هذا لك حقية انك تقبره وترفضه ابغاك تجيب لي شخص واحد اذا قدرت تحدده لي قال منه قلت لأبغى الشخص اللي هربكم ودخلكم لين المنطقة هذه واللي خلاكم تشتغلون عندك هم مروجين يقول ناظر فيني كذا بعدين سكت شوي قال ما اقدر علمك قلت لأسمع لك 10 دقائق لذا خلصت العشر دقائق انا راح اكتف فيك حرفيا اشياء انت في غنى عنها بالافضل انك حرفيا تتعاون معنا يقول الرجال بانت عليه ملامح التوتر وبدتها اعصابة تنشت بعدين قال لي جلموت قلت لأ من جلموت وش هذا الاسم حرفيا اسم جديد قال جلموت هو اللي هربنا لين هنا وهو اللي جابنا نشتغل عنده الرجال هذا هو اللي كان يمولنا بكل شي قلت لأ طيب وين هذا جلموت وكيف وصلتوا له وين مكانه قال احنا ما نعرف عنه اي شي ولكن الشخص اللي كان شغال معاه ويثق فيه شخص ثاني اسمه فاروق يقول يوم قال لي فاروق يقول قلت في نفسي انا اصلا ابغى اقبض على هذا اللي اسمه فاروق واشوفوا شوضعه وبما انه واصل لليد الكبيرة اللي كان يجيبهم لين هنا ويشغلهم انهم هم يروجوه للمخدرات فاكيدا هذول يمنون الروس الكبار طبعا تهمة جلمود الآن يا جماعة الخير تهمه يحاسب عليها القانون وبشكل عاد مرة يساعد في تهريب الناس من دولة لدولة وبرضو يشغلهم في ترويج المخدرات هذه الحال هالقضيتين ممكن توصلها للاعدام قضيتين كبيرة مرة قلت لطيب هذا جلمود وين مكانه قال انا ما اعرف وين مكانه قلت لطيب فاروق وين مكانه طيب قال فاروق ساكن في الحي حقنا جيت لوين بالضبط صار الرجال هذا يا جماعة الخير يحدد لي المكان اللي ساكن فيه فاروق وصدق بيني وبين كل منطقة هذيك ما سوينا لها مسح بشكل كبير وجاهلناها واصلا انا ما قد زرتها ابدا يقول لهم على طول مباشرة قلت خلاص سلمهم للسجن واكتبون هذا برضو يعني تعاونوا معنا ويعني يساهلوا اموره شوي المم طلعت على طول لمرشد ورئيسي سامعين كل شيء قلت لهم ها وش الخطه الا قال لي رئيسي اسمعي فايس انا اعتمد عليك اعتماد كبير انا توشفتك ونتقعد تحقق معاه وتوقع انتو مرشد ناس قفوا اني اعتمد عليكم سووا الاشياء اللي تشوفونها صح بدون ما ترجعوا لي ولكن عطوني على كل شيء يبينه يعني اي شيء عطوني عليه خبر قلنا لا ابشر ولا يصير خاطرك الا طيب وراح نعرف كيف راح نوصل للشخص هذا طلعنا يا جماعة الخير من القسم انا ومرشد وقلت المرشد خروا حشقتنا ونخطط فيها بشكل اريح وتوجهنا للشقة وقعدنا نتكلم قال لي اسمع قال اسمع يحتاج ان نرجع هناك ولكن بلبس ما هو لبس عسكري اكيد وراح نمسح المنطقة ذيك من جديد ولكن نحتاج دعم ولكن مو الدعم الكبير يعني نحتاج اربع دوريات خمس دوريات كثرة طيب تبغى نسويها بكرة قال لي ابد تم وصديقة جماعة الخير طلعنا المكان اللي محدد اللي حددنا اياه الشخص اللي كنا نحقق معاه يقول فايز وقفت سيارتي في قطعة ارض فاضي يعني ما فيها شي يقول وكنت رايح هناك بسيارة حرفيا سيارة سرية مخصصة لعمل حقي يقول بعد ما وقفت فتحت الباب حقي وقلت المرشد يلا خنا ننزل ونسوي كش في المنطقة يقول اول ما فتحت الباب يقول فيش عار ملزق على الباب من جوه يقول اول ما فتحته الا اسمع خطوات شخص قاعد ينحاش فعرفت ان حنا انكشفنا الحقني بالسيارة وانا بطلع الحق هذا الرجال على رجولي يقول صدق وقفل الباب ومرشد يركب مكان السايق ويسوق السيارة يقول واصير اطرد الرجال برجولي يا جماعة الخير يقول ويلف بيمين ويلف بي سار يقول لين وصلنا لزاوية حارة عبارة عن في مسجد كذا في الزاوية وجنبها بيت مهجور يقول بعد ما لفي مين والرجال كان يبعد عني ما يقارب 60-70 متر يقول يوم لفي مين حرفيا الا الا الاحظ يقول للمسجد يجي على يدي اليمين وبعد البيت المهجور هذا يقول تكيد انه زبن داخل البيت المهجور يقول وطلع سلاحي وادخل للبيت المهجور يقول واذوري ميني صار ملقيت احد يقول واطلع من البيت المهجور واناظر اقول وين اختفى الا شوية لما رشد جاي قدامي ياللي طرى طلبت الدعم انهم يجون لين المنطقة هذه قلت لها الرجال اختفى ثواني وين راح يقول شوية ذكرت اني قبل ما اوصل للبيت المهجور هذا في حمام في منارة المسجد طار يقول فرمجتها في مخري واستنتجت ان الرجال دخل الى منارة المسجد وزبن فيها ولا اشي اللي يخلي الحمام اللي في المنارة يطير يقول مو مناظر وادور باب المنارة صدق و القيته يقول وافتح باب منارة المسجد يقول واناظر كذا فوق يقول الا فيه شخص فوق قاعد يطلق عليه بالسلاح فعرفت يا جماعة الخير انه متعلق في المنارة فوق طبعا المنارة عبارة عن سلم كذا بشكل حلزوني رقيك لين فوق ليجوا بيغيرون اللمبات او يغيرون السماعات المخصصة للمسجد يقول يوم صار يطلق عليه السلاح وقفلت الباب وقلت ماذا مرشد خلي الدعم يجوني بسرعة قال لي مرشد يبشر لحظات جماعة الخير اللي الدعم موجود يقول صرتها خاطب الرجالي موجود فوق وقل لي سلم نفسك يقول للرجالي فوق يقول ما راح اسلم نفسي لو ما تطلعوا من هنا والله لطب اقسم بالله اني بايعها يقول فايز قفلت الباب وقلت المرشد خلى حرام اني اضحي بالافراد عشان شخص مثل هذا موجود فوق وزاب نخلى لين يتعب و بينزل لحظات طول ما هنزل من فوق مرت نص ساعة 40 دقيقة ساعة يقول بعد ساعتين اللي اللاحظة الحمام رجع على نفس المنارة قل دام الحمام رجع على نفس المنارة من فوق اكيدا الرجال صدق سواها وطب من فوق ولكن لو طب والله راح نسمع صوته هو قاعد يطيح قل ما ملتفت على العساكر قلت له متجهزوا واخذ سلاحي وافتح باب المنارة وادفها منارة طبعا مرتفعة يا جماعة خير ترى ممكن 7ة 8ة متر ممكن 10ة بعد يقول وافتح الباب يقول اول ما افتحت الباب والباب على يدي اليمين كذا دفيته ودخلت بالسلاح ابغى ناظر وينه يقول في اللحظة هذه الا فيه شخص مسكني مع ظهري من وراء ولكن يا جماعة الخير طاح في شرع ماله طاح الفايز الشخص اللي قد تدرب قبل للفنون القتالية بشكل مبالغ فيه يقول اول ما حط يده على طول وادف يده بكتفي واسحب ام امه واطرع على الارض يقول والف فيدي واطق الكلبشات في يده وسلم يا جماعة الخير للجهة الامنية يودون القسم عشان نحقق معاه المهم يا جماعة الخير توجهت للقسم عشان ابغى احقق مع الرجال هذا دخلت للقسم اللي هو موجود في غرفة التحقيق ولكن انا اشوفه وهو ما يشوفني قلت لهم ابغاكم تستدعون الشخص اللي يودتوه للسجن اللي قال لنا ان فيه شخص اسمه جلمود ابغى يتأكد هل الشخص هذا اللي قدامي هو جلمود ولا لا لحظات يا جماعة الخير خلال ثلاث ساعات وكان السجن قريب مننا اللي جابوا لنا الرجال هذا قلت لنا ناظر هذا جلمود ولا يناظر فيني هل لي لا ولكن هذا كيف طرحته هذا فاروق اللي يقول لك عنه قلت لنا بس جزاك الله خير المهم خذوي جماعة الخير وادخل على الرجال هذا وانا معاي اسمه وبطلع العلم اللي في بطنه كامل لاني اعرف انه خوي الشخص اللي مات وابغى اعرف ويصلتها حرفية مجلمود اول ما دخلت علي قلت مرحبا فاروق اللي يناظر فيني كذا هو مستغرب هل لي تعرف اسمي قلت لها عرف اسمك وعرف كل شي عنك وعلى طول قلت لها حرفية ان تهمه مباشرة كذا قطيتها له قلت لها برضو كان يعلم انه كنت اللي يقاتل الرجال اللي كان موجود في الشقة قال له والله ما لي دخل مو انا اللي قاتله مو معناه انه خوية يصير انا اللي قاتله يقول فاي الصور تضغط عليه وقول له الا انت قاتل وعندنا كل الأدلة تثبت هذا الشي قلت لها برضو طرى نعرف جلمود اللي موجود عندكم في المنطقة واللي قاعد يديرها بشكل كبير وباذن الله ان احنا راح نقبض عليه يقول الرجال وجهه تغير وبدأ يرتبك بشكل كبير مرة المهم مع التحقيق يا جماعة الخير تبين لنا برضو ان الشخص هذا جاي تهريب وما هو من نفس المنطقة ومن زمان كان متواجهة المنطقة له 7 سنوات واليوم طاح في شرع ماله ومع التحقيق برضو زيادة تبين لي يا جماعة الخير انه ماله دخل في مقتل خوية ولكن كان يوصل بضاعة ما اخذها من جلمود للرجال اللي مات هذا يقول ما كنت ادري وش محتوياتها ولكن عرفت بعدين ان جلمود كان يبغى ينتقم منه لان كان بينهم مشكلة مادية فاكتشفت هنا يا جماعة الخير ان جلمود شخص خطير وبايعها حرفيا في التراب وما يفرق معاها اي انسان قدامه فاكيد بما انه مروج مخدراته متعاطي فاكيد انه راح يوصل للمرحلة هذه من القسوة المهم يا جماعة الخير لتبين الفايز ان حرفيا جلمود هذا شخص خطير مرة فايز الان قاعد يفكر بفكرة انه كيف يطرح جلمود وقرر انه يعرض على فاروق هذه الصفقة دخل على فاروق قال لفاروق اسمعني انا عندي لك صفقة نبغى نسويها انك تطرح لنا جلمود وراح اننقص حرضيا من محكومية كرح تنقص ترى اربع خمس سنوات والشي هذا كبير اللي فاروق يناظر فيني وقال لي مستحيلة بلغكم عن جلمود وتسووا لي تبغون فيلي ويصير اللي يصير يقول فايز لاحظت ان فاروق صام المرة ما يبغى يعلمنا من جلمود وعرف زيادة ان جلمود ممكن مهددهم بأهلهم المهم خدت نفسي وطلعت من المركز وصرت عمشي على رجولي كاعدة دور فكرة اقنع فيها فاروق انه يطرح لنا جلمود حولتي مين حولتي سار اللي طلعت لي اجمعة الخير فكرة والفكرة هذه باذن الله انها تصير يقول فايز اللي لاحظتها ان فاروق شخص مهتم بحلاقاته حرفيا ومحلق من هنا ومحاكه وحاط اربع خطوط يعني الرجال مهتم بشكله وماخد طابع الاجنبي وعايش حرفيا الاكشن اللي موجود عند الاجانب يقول برضو اصلا يمدخل عليه كان معلق نفس السلسال على صدره قلت في فكرة لو صارت باذن الله اني اقدر اطرح فيها جلمود المهم خذيت نفسي يا جمعة الخير وتوجهت لادارة السجون ابغى الشخص اللي جبته قبل عشان يشوف هل هذا فاروق او لا قابلته ووصلت لا قلت لا اسمع عندي لك سؤال واحد ابغىك تجاوبني عنه فاروق وين الحلاق اللي يحلق فيه يقول ناظر فيني كذا وقال لي غريبة يعني وش ذا السؤال قلت لنا ما نكدخل وشه الحلاق اللي يحلق فيه بس علمنا وين دلنا على حلاق موجود في نفس المكان اللي هم موجودين عنده بعدين قلت لانتو اش عرفك يعني بالتفاصيل هذي فيما انك تقول قبل اني ما اعرفه وهذي تفاصيل يعني خاصة بفاروق في الدليل انك تعرفه زين فيذا عندك معلومات عاطنا اياها قال اسمعي فايز والله اني ما اعرفه زين مرة ولكن الحلاق هذاك هو الحلاق الوحيد اللي هلقوم فيه عنده اهل الحي وقد شفت فاروق فيه مرة ومرتين ترى دايما كل اربعة وكل خميس يكون موجود عند الحلاق هذاك قلت له زين زين يعطيك العافية المهم طلعت من السجن واتصلت على طول على الادارة حقتي قلت لهم ابغاكم تجهزون لحلاق ولكن مخبر وساما وش معنى مخبر وكيف وش وهذا المخبر المخبر هذا يجمعت الخير شخص متعاون مع الحكومة عشان يحارب الاجرام معهم ويكون لهم مكافآت يعني تصرف له ويجونك المخبرين يعني بشتة انواع الطرق مرة يكونك مثلا متعاطي مرة يكون لك حلاق مرة يكون لك بنشري ولكن خطة عشان يوصلون فيها للمجرمين يقول المهم قالوا ليه في شرعاتنا يوم باذن الله راح نجيب لك واحد من المخبرين يشتغل في مجال حلاقة قال لهم خلاص زين فايز على طول توجه المركز حقه وقال المرشد اسمع راح نسوي خطة الان ولكن ابغى حقين المركز يراقبون الشخص اللي راح ينحاش اليوم من الحبس يقول لهم مرشد يناظر فيني وقال لي هيا فايز لا يكون بتنحش فاروق اللي الله مسكناه يلا تشيلهم احنا اصلا ما نبغى فاروق انه نبغى راس البلاء نبغى جلموت هو الشخص الخطير عندهم لو اطاح جلموت كلهم حرفيا ممكن يعتزلون كان لي مرشد ابد يا فايز اللي تبغى سوى يقول فايز كلمت حقي المركز قلت افتحوا الباب عنا شوي او انسوا المفتاح جوا خلوه يطلع من حبس وينحاش ولا حد يراقبه خلوه يطلع وكاننا صدق من حاش في البداية قالوا لي ليه واش عندك يا فايز قلت لهم ما عليكم عندي خطة ولكن ابغى من اول ما يطلع من المركز افلان وفلان ابغاكم تكونون وراه زي ظلة راقبوا وين الاماكن اللي راح يروح لها عشان يعرفون وش الاماكن اللي يزورها وعندي خطة باذن الله لو صارت راح تكون من افضل خطة اللي ممكن صارت في المركز حقنا قلوا له خلاص زين صدق يا جماعة الخير فتحوا الباب الفاروق شوي او تجاهلوا الباب وخلوه مفتوح لحظات كذا ابو ساعة ساعتين يقول لصا نقعدين نشوف فاروق مع الكاميرات وقعد يطلع يقول فتح الباب وطلع ونحاش ويعتقد اننا نحاش مننا احنا ولكن ما يدري ان الرجال الان مراقب يقول صاروا الناس اللي انا وصيتهم انهم يراقبونه الحقوه حرفيا واتبعوا كل مكان يروح له يقول فايز انا كنت حاط في راسي احتمالين اذا ما اضبط الاحتمال الاول باذن الله انه يضبط الاحتمال الثاني الاحتمال الاول ان فاروق راح يطلع الان ويتوجه الجلمود ويعلمه بكل شيء والاحتمال الثاني هو لي راح يكون فيه خطة الحلاك يقول لهم صاروا يراقبونه ومر اليوم الاول الا وصلني المخبر المخصص للحلاقة تابلني قال معاك الحلاك كمال قلت له أنا وسهلا معاك الضابط فائز قال وش المهمة اللي عندك قلت له اسمعي كمال أبغاك تشتغل في حلاك في الحي أو المنطقة هذه أبغاك تراقب شخص ووري صورة يا جماعة الخير صورة فاروق قلت هذا الشخص أبغاك تراقبه وأبغاك تحاول تكوم معه علاقة والعلاقة هذه أبغاها تكون قوية بما أن الحلاك هذا هو السنتر حق الحارة أو أنه هو المكان اللي دائماً يحلقون فيه الحلاك دائماً عنده الإمكانية أنه يسولف مع الشخص بأرياحية وأبغاك برضه تراقب حركة جواله من قاعد يتصل عليه المهم أنه أبغاك تجيب شخص اسمه جلمود ويعرفه طبعاً المخبر هذا يا جماعة الخير شخص مدرب من قبل ويعرف كيف يتعامل مع المواقف هذه ويعرف كيف يسوق الحوار بأسلوب احترافي يقول المهم اتفقنا مع صاحب المحل اللي راح يشتغل فيه كمال وبيلنا لأنه نحن جاء حكومية وراح نشغل الرجال عندك هنا بسالفة جريمة يعني صارت عندكم في الحي وتماشى معنا الرجال يقول واشتغل كمال في ذيك المنطقة والناس اللي أنا وصيتهم يراقبون فاروق قاعدين يستمرون في العمل وقاعدين يقولون لي ترى فاروق الحد الآن ما تحرك إلا المنطقتين بيته اللي هو ساكن فيه وأمه والمنطقة الثانية يروح للحديقة حقة الحي وحديقة الحي لاتشي الآن ترى ما فيها شيء ولكن يروح ياخذ لك كذا لفتين ثلاث لفات ويعود يرجع قلتولهم خلاص يستمروا على المراقبة لين ننتظر فاروق يزور كمال في الحلان الآن يا جماعة الخير رح أقول لكم الموضوع من عن طريق كمال يقول كمال بعد مرور ممكن أسبوعين وأنا كنت يعني مثبت فاروق من الصورة اللي عطاني إياها فائز يقول جاني فاروق كذا شفته من بعيد وبيدخل قلت لي تعال 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 حياك الله حل ناظر فيني وكذا قال يون شخص جديد هنا فقلت لقي أنا شخص جديد ولكن تراني أعرف للحلاقات وأعرف كيف أطلع شكلك حرفيا مرة قوي أقدر أضبطك بشكل كبير لأني قبل تنشغال في أحد المناطق وكلهم يحلقون بنفس الحلقات اللي انت قاعد تحلقها يقول كمال صدق الوصف اللي يعطاني الضابط فائز نفس اللي موجود على فاروق شخص شخص حط ثلاث شخطات ولكن طالع الشعر شوي وحط لي هنا نجمة المهم سوي توقيعات في راسك يقول قاعدت على الكرسي وصرت أسولف معاه وقلت له شخص جديد ولكن لي ما يقارب الشهر هنا شهر أنا جاي قبل شهر ما لقيتك يقول لأ أنا شايفك ولكن أنت ما انتبه قعدت حلقة يجمعت الخير وأطول معاه وأجيب لأشاه وأجيب لأقهوة عشان يروق ويثق فيني مع الحلاقة قلت له يا أخي اسمع أنت مو الشخص اللي مسكوك قبل فترة الشرطة هنا في الزاوية يقول لي ناظر فيني كذا فاروق قال لي وشتراك شخص اللي ابن حلال أنا شايفك يقول قلت لأنت اللي رقيت فوق صح ومسكوك فوق بعدها نزلوك مدري صار عليكم شي السالفة يقول لي يا رجال مسكوني وحاولوا يضربوني وضربت اثنين من العساكر الموجودين طبعا الكلام هذا ما صار هو ما طق ولا واحد من العساكر ولكن قاعد يتفخر بالشي اللي قاعد يسويه قدام الحلاق كمان يقولونهم طقيتهم ولكن في واحد معهم شخص كذا متعافي مسكني بقوة وركبني ولكن يوم وقفوا عندي الإشارة كان الباب اللي ورا حق السيارة مفتوح وانزل من السيارة وانحاش يقول كمال قلت له اسمع تبغى ضبطك لاذ ضبطني فوش قلت له يا ابن الحلال اسمع بضبطك انا بكل شي انت بغاه انا عارف ضابط فاسد شغال مع الشرطة واقدر اعلم كل تحركاتهم يقول لفاروق قال لي انت متأكد من الكلام ذا يترهي متأكد من الكلام ذا يا رجال في المكان الفلاني ذاك اللي انا كنت اشتغل فيه كنت مضبط ام ام الحي اللي هناك ولكن ترى اسمع لا تحسبن هذا كله ببلاش لا ابغاك تجيب لي من المواد الممنوعة اللي تكفي راسي في نهاية الاسبوع يقول كمال لفاروق ينظر فيديو متحمس قال يرجى البشر ولكن اثبت لي ان كلامك صح يتلبشر من عيوني اقدر اثبتلك هات رقمك وراح اعلمك وش الاشياء اللي راح تصير الاسبوع الجاي في حيكم ولكن اذا كان خبري صح ابغاك تضبطني بدال ما تعطيني الكمية مرة ابغاك تعطيني اياها دبل قال البشر صديقة جماعة الخير وصلت الرقم الجوال الخاص بفاروق وسجلت عندي طبعا رقم الجوال انا ليه ابغاه عشان لو فاروق سوى اي عملية اتصال تكون الجهم رقبتهم المهم خدت رقمه يا جماعة الخير وخلصت فاروق بعد ما حلقته وطلع واتصلت على فايز وبلغت بالاشياء هذي كلها وصديقة جماعة الخير قلت الفايز سوى تفتيش في اي مكان قريب لما الحي عشان ابلغ فيه فاروق عشان يثق فيني وصرت ابلغ فاروق قبل ما يجي التفتيش هذا بساعة وصار يا جماعة الخير يثق فيني مر الاسبوع الاول الاسبوع الثاني وعلاقتي مع فاروق ممتازة وصار يجيب لي كمية كل نهاية اسبوع في الاسبوع الثالث قال لي اسمع والله انت شخص مهم واتوقع اذا عرفتك على اخوي جلمود رح يستفيد منك كثير يقول كمال اول ما اسمعته يقول اخوي جلمود يقول بديت اخاف وتوتر وحسيت ان فيه شي يبغى يسويه لي لان كان اسلوب كلامه حرفيا كأنه يبغى يسوي فيني شي يقول المهم قلت لها ابد من هذا جلمود هذا مين لذا اخوي شغال في الامور الممنوعات هذه وبيضبط كل شي الهم ولكن ترى يحتاج معلومات يقول كمال قلت لها خلاص طيب اتصل عليه انا ابغى الاحين فاروق يتصل عليه عشان مكافعة مخدرات اصلا مراقبين الاتصالات ويعرفون اذا اتصل على الشخص هذاك فوج الموت يقول لها فاروق يناظر فيني وقال لي لا ما راح اتصل عليه عدني جوالك لان جوالي اتوقع انه مراقب يقول اول ما قال مراقب بديت اخاف قلت يا ساتر لا يكون عرف ولا يكون انتباه اني انا عطيت رقم الجهات الحكومية عشان يراقبون يقول بديت اتوتر وقلت لها كيف مراقب ومش دراك قال لا اصلا الايام الاخيرة انا ما اتصل على احد من جوالي اذا تبغى اتصل على جلمود عطني جوالك جوالك ما احد من تبه له يقول كمال بديت ارتاحه شوي يقول خذ جوالي فاروق وصدق طيط 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 ويتصل على شخص طوط طوط الوه مرحبا جلمود كيف حالك طيب ان شاء الله هل مرحبا هلا قال فاروق الجلمود اسمع جلمود جايب لك رجال والله انه صيده وراح يفيدنا خلني اجيبه لك وتقابله انك بس صدق اتصل على جلمود من جوالي ولكن جوالي ماهو مراقب فالرقم حق جلمود راح يكون في جوالي فلازم اسلم الفائز في اقرب وقت بعدين قال لي يلا مشينا قلتنا يلا وطلعت ورا فاروق يا جماعة الخير وانا قاعد امشي حفظت الرقم حقه ومباشرة رسلت الفائز وعلمت اني الان متوجه اني بقابل جلمود المم خذاني ودخلني يا جماعة الخير على البيت اللي ساكنين فيه اهله ودخلني يا جماعة الخير كذا سيب طويل والبيت شوي خربان فاخر البيت او في اخر سيب فيه باب والباب هذا يا جماعة الخير يفتح على بيت ثاني من جوه هنا عرفت ان عندهم خطة مجنونة قاعدين يسوونها في الحي المم دخلت لين جوه يا جماعة الخير على البيت الثاني والبيت الثاني عبارة عن بيت بسيط وفي مساحة كذا كبيرة محطوطة كأنها مستودع ويحطون فيها بضايع المخدرات المم لقابلني شخص اكبر من فاروق يمكن ب 14 و 15 سنة شخص كبير في العمر سلم عليه وقال معاك جلمود مرحب ومسهلة قال لي فاروق عنك كل شي وانك شخص تقدر تفيدنا مع الجهات الحكومية تقدر تعلمنا ماكنهم كتل ابشر اللي تبغى هنا معك وابد تحت امرك من اللي تبغاه قال خلاص وراح نعطيك قسمتك على الاحداثيات اللي تعطينا كتل ابشر يقول كماله الصدق وجه جلمود وجه غير مريح وجه مخيف لأبعد درجة طلعني من هنا من اول ما طلعت من عنده على طول طلعت من الحي اللي انا موجود فيه وتوجهت الفائز طبعا قلت الفائز كل الشي هذا اللي قلت لكم قبل شوي هنا يقول فائز بعد ما اعطاني الحداثيات كمال وبيل لي ان فاروق وهو اخو جلمود فعرفت لي فاروق كان متمسك ولا يبغى يبلغ عنه وعلمني المكان اللي موجودين فيه اهم نظمنا حملة امنية عشان تطلع لذاك المكان وتقبض يا جماعة الخير على فاروق وجلمود فيه نفس الوقت وصدق طلعنا وطوقنا المنطقة يقولوا دهمنا البيت ودخلنا من جوه وارحنا للمكان اللي قالنا يا كمال ولكن الصدمة يا جماعة الخير انه ما قدرنا نمسك الا فاروق وان البضاعة اللي كانت موجودة هناك طبعا كانت بضاعة ما هي بضاعة كبيرة كانت بضاعة بسيطة ما هي موجودة وبرضو جلمود ما هو موجود في ذيك المنطقة قلت الحل الانسب اكلم الناس المسؤولين عن مراقبة الاتصال ويراقبون اتصالات جلمود من الرقم الخاص له طبعا فيه نظام لازم تعرفونها يا جماعة الخير وتقدر تجربونها برضو حتى على جوالاتكم عشان بس تفهمون الفكرة جرب جوالك انك تسوي وضع الطيران وتشبك جوالك بس على الواي فاي ورسل موقعك او الموقع اللي انت موجود فيه عن طريق الواتساب ما راح يحددلك المكان بنسبة كبيرة بيعطيك ان الموقع يعني يبعد عنك 20 متر 30 متر ولكن من اول ما تفتح براج الاتصالات راح يتم تحديد موقعك بالضبط راح يعطيك اقرب نقطة اللي هي ممكن 5 متر او 4 متر انا لي قلت لكم الكلام هذا عشان تعرفون وش اسلوب القبر اللي راح يسوونه مع جلمود الممتصل فايز على مراقبين الاتصالات يبغام يحددون مكان جلمود ثم تحديد مكان جلمود عجماعة الخير فيه منطقة نائية وبرية يعني ما هي منطقة عيدية وتبعد عالمدينة ما يقارب 40 او 50 كيلو يقول فايز خد مرشد وطلعنا لين ذاك المكان وصرنا نبحث على الاحداثية اللي عطونا اياها يقول يوم وصلنا هناك حصلنا زي القصر المهجور القديم مره قلنا هل من الممكن انجلمود يكون موجود في هذه المنطقة حلمهم قعدنا الرقب من بعيد ما قربنا لين القصر ابد وروحنا بلغنا رئيسنا بالشي اللي شفناه قلنا ترى احنا راقبنا المكان وحصلنا انجلمود اخر احداثية له موجودة في قصر مهجور قديم في منطقة برية طبعا هو ماهو قصر قصر ولكن زي البيت الكبير الطيني القديم اللي قالنا رئيسنا اسمعي فايز ما نقدر انداهم منطقة مفتوحة لانه ممكن يطلق علينا من اي مكان ولا ندري كم عدد الناس اللي موجودين هناك جوه ذاك البيت اللي يقلتولي عنا والمنطقة المفتوحة ممنوع ان احنا انداهم لها لانه ممكن يقتل كذا شخص من الجنود اللي موجودين عندنا وهذا الشي ما نبغاه ولا نرضاه يصير بالافضل ان احنا الراقبة لين يدخل مدينة ونطرح في احد الحياة جوه المدينة طبعا فايز ما للا يقول سمعا وطاعا ويحصل فكرة يطرح فيها جلمود جوه المدينة وصدق كلام الرئيس حقه ترى كلام منطقي ما لا داعي اروح جوه واخر شي اخصر الناس اللي معايا عشان شخص مثل هذا المنفايد صار يفكر في طريقة انه يطرح جلمود ولكن كيف ما يدري ولازم برضو يطرحها متلبس ومعاهم مخدرات افكلم حقين اللي راقبوا الاتصالات وقال لهم لو صار فيه اتصال ان جلمود راح ينقل بضاعة لجوه المدينة بلغونا واحنا راح نكون جاهزين عشان نطرحها وصدق يارربع في يوم من الايام اتصلوا علينا يا جماعة الخير حقين مراقبة الاتصال وقالوا اننا جانا اتصال وسجلنا الاتصال هذا كامل ان جلمود راح يطلع من المكان اللي هو فيه وراح يدخل احد الاحياء اللي موجودة في المنطقة الثانية ترى رسلنا لكم خطة الطريق اللي راح يتبعه والخطة هذه تقريبية ما هي خطة حقيقية يقول فايز على طول اول ما قال للخبر هذا وحسيت الموضوع يبقى لها طرحة محترمة يقول جهزت مرشد وجهزت الناس اللي معاي عشان نقدر نطرح جلمود صدق جماعة خير مرة على الطريق العام وبعده دخل الحارة اول ما دخل الحارة كانت فيه ثلاث سيارات قاعدة تراقب جلموده وقاعد يتحرك يقول اول ما دخل الا جلمود يا جماعة الخير زاد سرعته بشكل جنوني وصار ينحاش مننا وحس ان احنا كنا نراقبة يقول مهم صار يدخل بين الحواري ويصدم السيارات ويطمر الارصفة باسلوب جنوني مرة المهم حاول يضيع فينا ضيع ممكن في سيارتين وباقي انا يا فايز قاعد الحق وراه يقول يطمر رصيف اطمر رصيف يروح مين اروح مين يقول ما خليتي يفر طبعا السيارة اللي معاي اللي قاعد راقبة فيها فرضوا سيارة دعماتها حديث يعني يمديني اصد ماه في اي وقت تبغاه يقول منطمر بالرصيف الاول ويطمر رصيف الثاني ويعكس الطريق يقول لين دخل حي ثاني والحي الثاني هذا شوارع الحي حقتها كبيرة يعني وكمل طريقة في هذا الحي لين طلع جمعة الخير من الحي هذا الى منطقة زراعية ورا الحي ذا منطقة زراعية كبيرة ومعروف فيها ان فيها مزارع بشكل مبالغ فيه يعني المنطقة هناك منطقة فيها خضارة بشكل كبير يقول فايز طبعا اما وصلت هناك على طول رفعت بلاغ للدعم وقلت لهم اني دخلت لهذه المنطقة الزراعية وبغاكم تراقبو المكانة بشكل كامل واحتاج طيارة عرضية تكون معايت ساندري لان الرجال اللي قاعدين انطارده رجل حرفيا مطلوب من الدرجة الاولى يقول ما ما طارده وادخلي مين وادخلي سار وادخلي مين وادخلي سار فجأة الا الرجال اختفى ماعد حصلت سيارته نهائيا يقول فايز لحظات اللي الطيارة العرضية مرة من فوق وتعطيني بجهاز الندى تعرفون جهاز الندى يا جماعة الخير له مسافة يعني 5 كيلو 6 كيلو وبعده ما يعني ما يشبك يقول له الطيارة يمرت قدامي قاعدة تناديني بالرقم حق السيارة حقي قالت لي الرجال دخل العبارة الحق عليه قبل ما ينحاش وحاول تقابله من الطريق الثاني تقدر طبعا مش قاعد يكسر الهليكوبتر في عبارات يا جماعة الخير تكون عبارات كبيرة تحت الطرق يسوونها عشان يمر من تحتها السيل او يمر من تحتها النهر او يمر من تحتها اي انكان وبرضو في نوع من العبارات تكون كبيرة مرة تقدر السيارة تدخل فيها في جلمود واش سوى كان يمشي قدامي بعده يملفي مين يساري مين يسار نزل يا جماعة الخير تحت على نفس الساقه هذا كانت نسبة المياه يعني نسبة قليلة وصار يمشي تحت العبارة هذي وليصاد الهليكوبتر اول ما عطاني البلاغ هذا في ثواني يقول فايز ديورت من جديد او غا قابله مع الطريق الثاني اللي بيطلع معاه وجلمود ممكن بيقطع مسافة بسيطة ترى ممكن 40 او 50 متر داخل العبارة ذي يقول اول ما قالي الكلام هذا وديور وحط رجلي يقول وادعس يقول طلعت كل عزم السيارة في ذاك اليوم يقول لصدق جلمودة جماعة الخير توا طالع من العبارة طالع ويبغى يرجع مع الطريق مرة ثاني عشان يكون ضيعنا يقول ما يدري الا الصدام الحديدي جاية حرفية من على جنف الوج يقول واثور في السيارة حقته وانا مسرع يقول لين لفت سيارته ومع الصدمة انا حرفيا اختضيت جوه السيارة المم وقفت السيارتين محلها يقول فايز على طول نزلت سحبت الفرد اشرت عليه وقعد اشوفها اصلا وواجهها مليان دم يقول واشر علي قتل جلمود انزل خلاص المكان مقفل والطيارة فوق والفرقة كلها مدعمة المكان انزل الان يقول المم اللي يناظر فيني كده ويفتح الباب وينزل ويرفع يده يقول العساكر يجون ويطوون يده ويكلبشونه ويطقون القيد ويطيرون باجماعة الخير لمكافحة المخدرة مع التحقيقة جماعة الخير تبين انجلمود سوى اشياء كبيرة وراح يتحكم في الدولة اللي احنا عايشين فيها ما راح نقدر نخليه يرجع لدولته بسبب عنده قضية قتل وبرضو تهريب الناس داخل دولتنا وبرضو سرقة اموال وتشغيل الناس عرفيا في الاشياء الممنوعة المم حكموا عليه بالقصاص وقصه وفاروق جماعة الخير خذ ما يقارب 15 سنة سجن وليه هنا انتهت قصتنا لهذا اليوم اتمنى والله العظيم اني وفقت في روايتي لهذه القصة واتمنى القصة هذه نالت على اعجابكم واشوفكم فمان الله في قصة جديدة سلام عليكم